السلام عليكم دلوقتي هنتكلم عن مادة تمرير صحة المجتمع هنعرف ايه المهم فيها والاسئلة فيها بتيك ازاي وهنبدأ بأول يونت ودي بيكلمنا فيها عن الاساسيات بقى صحة المجتمع التعريف يعني ايه مجتمع يعني ايه تمرير صحة المجتمع يعني ايه النظام اللي احنا ماشينا عليه مثلا او النظام التمرير صحة المجتمع نفسه طيب اول حاجة هنبدأ بيها وهي تعريف الكميونيتي يعني ايه مجتمع قالك ان المجتمع ده بيبقى بيبقى مجموعة من الناس عندهم هدف مشترك عندهم صفات مشتركة مع بعض وبيتفعلوا مع بعض وبيعيشوا مع بعض وده بيديهم احساس بان هما ايد واحدة كده ان هما عندهم احساس وحدة وانتماء ماشي وبدأ ده المجتمع بيبقى ناس عايشة مع بعضها بيتفعلوا مع بعض تعاملوا مع بعض فبالتالي بيبقى عندهم ايه صفات واهداف مشتركة طيب يبدأ مجموعة من الناس بيتفعلوا مع بعض وده بيديهم احساس بالوحدة والانتماء طيب تاني سؤال وهو بيقولك في اخر الصفحة هو بيقولك بتاعة الكميونيتي فيه تلات ملامح اساسية او تلات مميزات او تلات عناصر بركز فيهم في المجتمع اول حاجة طبعا الموقع السكان وده النظام الاجتماعي والسؤال هنا بيجي بيجي هنا اكمل ويجيب لي تلات نقط وانا بكتب الايه بيجي لي ساعات اختر ويقولي اختار من اختار من المتعدد ماشي ساعات بيجيبها لي في صحة وغلط ايا كان ماشي طيب السوشيل سيستم برضو بيجي في نقطة بيقولي ان السوشيل سيستم ده فيروس فيروس بارت او في الكميونيتي ده جزء مهم جدا برضو من اكيد طبعا النظام الاجتماعي اللي احنا عايشين عليه ده مهم في المجتمع حاجة مهمة بينقسم طبعا لهيلسي سيستم ماشي نظام صحي وفاميلي سيستم نظام عائلي وكمان ايكونوميك سيستم نظام اقتصادي وكمان اديوكيشنال سيستم يعني نظام تعليمي وده طبعا النظام الاجتماعي كله بس متقسم او منقسم لاربع حاجات نظام صحي نظام اجتماعي تعليمي اقتصادي ماشي طيب بعد كده هيكلمك عن الكميونيتي هيلس براكتس او تمريض او ممارسة ممارسة صحة المجتمع بيقول ان دي يعني ايه اصلا ممارسة ممارسة صحة المجتمع بيقول ان دي بتبقى part of the large public health يعني جزء من part of the large public health effort ده بيبقى جزء من جهود الصحة العامة that is concerned بتهتم بي with preserving and promoting الهيلس بتحافظ و بتحمي الايه الصحة of specific population and community بتحافظ وبتحمي الصحة لسكان معينين في مجتمعات معين يوب الكميونيتي health practice ممارسة الصحة العامة دي هدفها ان هي تعمل لي promote للهيلس ماشي وبريزارف برضو للهيلس بتحافظ لي على الصحة في سكان معينين بقى انا عندي نظام بطبقوا علشان اعمل بي انا احافظ على صحة السكان وكمان احميهم من الامراض والكلام ده كل ده بيبقى جهود الصحة العامة بتعمل كده علشان تحافظ على صحة السكان كبانا عندي السؤال ده بيجيلي definition يقول لي community health practice define community health practice بانا اكتب له is a part it's a part دي جزء من large public health effort جهود الصحة العامة الصحة العامة بتعملي كده علشان تعمل ايه تعمل preserving promoting للهلس تحافظ لي على الصحة بتاعتي وتحميها في ال specific population and community طيب هيجيلي سؤال complete بقى يقول لي six basic elements ل community health practice في ستة عناصر اساسية بيهتم بيهم ممارسة صحة المجتمع اكيد يعني اكيد في عناصر ايه الصحة المجتمع بتهتمي بيها طميلة صحة المجتمع عموما اول حاجة طبعا نوعي حافظ لي على الصحة promoting health طيب ثاني حاجة preventing health problems اكيد هيمنع لي المشاكل الامراض طيب رقم ثلاثة treatment disorder خلاص حصل مرض او كده خلاص هيعالج لي المرض او الحاجة اللي حصلت دي طيب رقم اربعة هيعمل ايه هيعمل rehabilitation التأهيل اعادة التأهيل evaluation هيقيم رقم ستة research يبقى عندي دلوقتي سؤال complete بيجيلي يقول لي 6 basic elements بتاعة community health practice هقول له اول حاجة طبعا promoting of health preventing للhealth problems treatment للdisorder rehabilitation كمان evaluation و research طيب بيجيلي ساعات سؤال complete برضو يقول لي treatment of disorder ماشي هقول له ايه بيبا باي باي ايه بقى اول حاجة طبعا بعالج المشاكل ازاي اول حاجة direct service خدمة مباشرة اكيد ممكن انا خدمة مباشرة زي الhome visits ان انا نروح له زيارة لحد بيبيته اعالج له الاطراب او المشكلة اللي عنده طيب تاني حاجة indirect service خدمة غير مباشرة زي ايه زي ان انا يجيلي عالوحدة فانا حوله فخلص انا عالجته بس انا حولته دي خدمة غير مباشرة طيب بعد كتا development لل بطور حول بقى البرنامج او بطور العداد الصحية بتاعتهم دي علشان اصحح الاعداد الصحية عندهم عشان ايه بالتالي اعمل promote للهيالس تمام هم يحصل لهم restore للهيالس يستعيدوا الصحة بتاعتهم بس علي kişrill many يجيلي هنا لي البروغرام طيب بعد كده الكميونيتي هيلس نيرسينج يعني ايه تمريض بقى صحة المجتمع وده اصلا تعريف المادة يعني التعريف ده آآ مهم 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 اللي هو الكميونيتي هيلس نيرسينج تعريف تمريض صحة المجتمع اول حاجة طبعا بيقولك ان ده ساينسيس اوف نيرسينج اند بوبليك هيلس براكتس دي بتوبة آآ مش هقولك يعني دي بتوبة مزيد كده ماشي ساينس يعني مزيد من النيرسينج التمريض والبوبليك هيلس براكتس وممارسات الصحة العامة تاني يبقى الكميونيتي هيلس نيرسينج تمريض صحة المجتمع ده بيبقى تمريض مع ايه ممارسات الصحة العامة بعملها لي أبلايتو عشان اعمل بروموتينج وبروتكتينج للهيلس معروفة عشان احافظ وعزز الصحة للسكان بس عايزة أقول هنا لحد هنا تمام عايزة أكمل أقول ان ده مجال متخصص من التمريض بيركزلي على احتياجات المجتمع طيب عايزة أكمل تاني أقول له ايه أقول ان ده براكتس كونتينيوس مستمر كومبريهنسيف شاملة ديريكتد تورد الال جروبس أو في الكوميونيتي ميمبر بديها لكل الفئات اللي موجودة في المجتمع يبقى التعريف ده عندي مهم بيجي في الامتحانات بيقول لي الكوميونيتي هيلس نيرسينج يعني ايه تمريض صحة المجتمع يبقى ده ساينانس من النيرسينج ده بيبقى مزيج من التمريض مع ممارسات الصحة العامة طيب أبلاي تو بعملها ليه علشان أعمل بروموتينج وبروتكتينج للهيلس أو في البوبيوليشن علشان أعمل أحافظ وأعزز صحة الناس طيب قالت برضو ان ده سبشياليز فايلد فنيرسينج فوكس قون الهيلس بتاعت أو الهيلس بتاعت الكوميونيتي قالت كمان ان ده بريكتس بتبقى كونتينيوس بعملها على طول مش بعملها مرة ووقف لأ طبعا ده على طول عشان أعزز الصحة بتاعتهم دايما بتبقى كومبرهانسف شاملة كل حاجة بعملها لكل الناس اللي موجودة في المجتمع بس ليه بقى عشان أعملهم بروموتينج للهيلس كمان بريزيرفينج طيب بعد كده يجيلي السؤال كومبليت يقول لي كاركترايستيكس بتاعت الكوميونيتي هلس نيرسينج ايه هي خصائص بقى تمريد بتاعت صحة المجتمع دي عامل ازاي صفاته ايوه اقول لي بقى شرح لي بقى موضوع ده عامل ازاي قالك في 6 امبورتينت كاركترايستيكس في 6 خصائص مهمة جدا جدا لتمريد صحة المجتمع اول حاجة طبعا مجال متخصص من التمريد طيب احنا قلنا كل ده في تعريف وراء هيجي يقوله لك هنا بقى بس نتأس يبقى ده مجال متخصص في التمريد يبقى انا مش راينا قلتلك في التعريف ان هو مزيج من النيرسينج والبوبلك هلس براكتس او هنا بيقول لك كومبينز يعني مزيج او دمج ما بين البوبلك هلس والنيرسينج طيب ادي تاني حاجة تالت حاجة فوكس او بوبوليشن فوكس مش انا قلتلك في التعريف ان هو فوكس ان النيد بتاعة البيوليشن او النيد بتاعة الكمبيوليشن او هنا برضو بيركزلي على السكان او على احتياجات السكان يبقى بوبوليشن فوكس او فوكس ان البيوليشن زي نيد طيب رقم اربع انفاصيز ان ويلنس بيعززلي الصحة طيب انفولد فيس انتر ديسكبليناري كولابوريشن بيحتوي على فريق متعاون بروموتسي الكلاينت سبونسيبليتي ان سيلف استيم بيعززلي مسئولية الفرض واحساس وبالانتماء كده ماشي؟ بس يبقى السوء هنا بيجيلي كومبليت طيب بعد كده هيكلمني عن المقارنة بتاعة الأكيوت كير سيتنج وكمان ال كوميونيتي بيزد طيب الاول قبل ما هدخل في المقارنة هتكلم الاول عن نقطة فوق بيقول الكميونيتي سيتنج نيرسينج دي تجيلي في كومبليت ماشي؟ يقولي الكميونيتي سيتنج نيرسينج كير آآ إنكلود أو أماكن الرعاية آآ استحية في المجتمع آآ بتشمل إيه؟ بيقول بتشمل طبعا نها بتعمل برضو بروموتنج للهيلس آدي أول نقطة بريفنتنج للإلنس آدي تاني نقطة بتعملي وقاية من المرض منتينج للهيلس بتحفظلي على الصحة ريستوريشن آآ وتستعيد الصحة وكو أوردينيشن بتنظملي الدني ماشي؟ يبقى دي برضو بتجيلي في complete طيب بعد كده الجدول اللي جاي هيكلمني فيه عن acute care setting و community based آآ سيتنج أول حاجة الجدول ده ممكن نجيلي ممكن مقارنة ممكن لكن الأغلب والشائع إنه هو كله صح ورد وبيلخبطلي فيه بطريقة مش طبعية طيب أول حاجة يعني إيه acute care setting ويعني إيه community based setting أول حاجة acute care setting دي المريض جاي لي المستشفى ماشي؟ المريض سايب بيته وجاي عندي المستشفى يتعالج ماشي؟ ماشي طيب community based setting أنا اللي رايحة للمريض أعمله زيارة منزلية في بيته يبقى خلينا مع بعض كده من الأول acute care setting أنا المريض جاي لي لحد عندي أعالجه عنده مشكلة عنده مرض جاي المستشفى عندي أعالجه طيب لكن community based setting أنا اللي نزله أعمل ممكن health education للناس أنا اللي رايحة لهم لحد بيتهم أعمل لهم إيه حملات توعية بقى أعرفهم عن المرض جديد نازل مش عارف إيه ماشي أنا اللي رايحة لهم لحد عنده هم مش طلبون أنا اللي رايحة طيب خلنا مع بعض كده أول حاجة acute care setting هنكتب جنبها in hospital طيب community based setting هكتب هوم هوم المنزل تاع patient أو client العميل person الشخص أي كان طيب client الشخص بقى بيبى في acute care setting أو في المستشفى بيبى بيبى from family أكيد بيبى منفاصل عن عيلته وسيبهم وجاي تعلج عندي طيب ماشي بتجي لي في صحه وغلق characterized by disease أكيد مش هيجي المستشفى وهو مش عنده حاجة يعني مش هيجي يبص عليه ويمشي مثلا لا طبعا جاي محتاج يتعلج عنده مرض وجاي أعلكم تمام تمام يبى أول حاج client بيبى separated from family أول حاج منفاصل عن عيلته وسيبهم وجاي للمستشفى يتعلق طيب تاني حاجة characterized by disease عنده مرض مش جاي ياخد تسكيف صحي وهو سليم يعني لا طبعا طيب في الcommunity بيست بقى في الهوم أنا اللي رايحة المريض بيبى في بيته ما بيتفاصلش عن عيلته بيبى ايه بيبى في بيته طيب ما بيبىش عنده مرض طيب بيقول المريض بيبى في محتوى العيلة بتاعه ماشي ماشي الانفايرون ما انتبقى البيئة البيئة بتاعة المريض في الأكيو كير ساتنج أو في المستشفى بتبى غرفة مجاهزة مخصوصة لي طيب في البيئة الطبيعة بتاعته اللي عايش فيها بيته اللي عايش فيه ماشي دي ايه البيئة اللي انا بتديله فيها التصقيف الصحي او اللي هم فيزت اللي انا رايح اعملها له فيه اعملها فيه طيب شيرد وست فاميلي بيشارك بيشارك مع عائلته مثلا انا عرضت عليه حاجة هيقعدوا يتشاوروا مع بعض كده ماشي مش منفصل هو ووسطهم بالتالي هو ووسطهم هو بالفعل ووسطهم طيب الهلس بقى الصحة غرضي او الغرض ان المريض جاي للمستشفى في الاكيوت ان انا اعمل ايه المنت للإلمس اخفف له المرض اللي عنده ده لكن في ان اعمل اعزز له الصحة واخلي قدرته على الوظيفة كويس احسن له جودة الحياة ماشي ما عندهش مرض بس انا رايحة اديله احمي من المرض وعزز له صحيته لكن اللي جاي لي انا بعمله ايه بخفف المرض اللي عنده طيب النيرس بقى طمريد بيعمل ايه اول حاجة طبعا الاكتيفتي بتوبة باي الفيزداشن معروفة في المستشفى اكيد الحاجات اللي انا اعملها الدكتور اللي ايه اللي عليها الاكتيفتي الانشطة باي الفيزداشن بتببها وانا اللي اتكلمت معاه وانا اللي شفته وعايش ازاي وانا اللي عرفته وبياخد ادوية ايه وانا اللي عرفته ومش عنده مرض ايه وعنده مرض ايه فبالتالي انا اللي هتزيله الرعاية او انا اللي هعمل الخطة بتاعة الرعاية او ده المريد ده محتاج كازا او ده المريد ده محتاج يحلل او ده المريد ده محتاج ياخد مش عارف ايه ماشي اه ده المريض ده محتاج يتعرض على الدكتور الفلاني كده بالظبط يبه انا اللي هقرر لكن في المستشفى الدكتور هو اللي هيقرر يبه انا اللي رايحة للمريض في البيت يبه دي ممارسة مستقلة انا اللي هعملها مبنية على احتياج المريض ماشي بعد كده يكلمني عن ده فنشان برضه وهو اسمه ممارسة ممرضة او تمريض الصحة العام وده تعريف مهم جدا برضه زي ما قلت اليونت دي يعني بيتبني عليها كل حاجة دي دي اللي هي الفاونديشن او البيزيك او الحاجة الاساسية اللي انا لازم اعرفها الاول ماشي دي الحاجة الاساسية اللي انا هاعرفها الاول لشان ابني عليها بعد كده معلوماتي اللي جاية او الشابتر الشابتر اللي جاية كلها فبالتالي انا لازم اعرف واغلب التعريفات برضو بتيجي من هنا طيب اول حاجة الـ public health nursing تمريض الصحة العامة يعني ايه تمريض الصحة العامة بيقولك ان ده art and science عالم وفن ماشي of prolonging life بمد في الحياة وكمان بعمل بيعمل لازم السياة أو الحاجة wheel عزز الصحة وهنا سمجحة telan بنعزز الصحة بنحمي من المرض بنحافظ على الصحة بنطول في الحياة كل ده كل ده تمرد الصحة العامة ده هدفه من الآخر ده هدفه ان هو ايه يحصن صحة الناس تاني يبقى البابلك هلس نيرسنج تمرد الصحة الاهم ده علم وفن ارت ان ساينس بيعمل ايه برولونج للايف بروموتينج للهلس كمان بيعمل بريفنتينج للديزيز منظمات الصحة العالمية هي اللي ايه هي اللي بتعملي كل ده طيب هدفه هدفه الايم وده بيجيلي complete we choose بيجيلي اكمل واختر يقولي البابلك هلس نيرسنج ايه مدقات نقط ونقط 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 او او all the following accept مسر يبقى تاني البابلك هلس نيرسنج او تمريد الصحة العامة بيهدف لايه اول حاجة improve the sanitation يحسن للبيئة الصحية اللي انا عايشة فيها او يحسن لحياتي برضو زي ما قلنا فوق برضو promoting the health هي هي improve the sanitation طيب تاني حاجة control the community epidemics يتحكم لي في الوبائيات بتاعة المجتمع تالت حاجة prevent the transmission of infection يعمل لي وقاية من انتقال العدوى طيب رابع حاجة provide the education about the basic principles of the personal hygiene يديني التسقيف الصحي عن اهمية النظافة الشخصية طبعا النظافة الشخصية دي مبنية عليها كل حاجة كل حاجة personal hygiene دي اهم حاجة عشان اعمل promoting the health and preventing the disease كله مبني على personal hygiene يبقى تاني انا عندي الايم بتاع public health nursing عايز يحسن للبيئة اللي انا عايشة فيها عايز يحميني من ال epidemics اللي موجودة في الايف في ال community عايز يعمل لي preventing the infection transformation of infection العدوى المنقولة عايز يعمل لي provide the education عن the personal hygiene بس ودي ببدا كله مهم على فكرة نركز فيه بيجي بيجي في كل يعني بيجي في حاجات كتير وما بيخلاش منهم تحان اكيد نركز في تعريف ال community نركز في الفيوترز بتيجي اكمل نركز في تعريف ال community health practice نركز في تعريف ال community health nursing نركز في الجدول مهم جدا وتعريف ال public health nursing والايم بتاع هنتكلم بقى بعد كده عن الباب التاني وهو community needs assessment وبرضو هنقول فيه الحاجات المهمة ماشي اول حاجة يعني ايه اصلا community health nursing needs assessment يعني ايه تقييم احتياجات صحة المجتمع اول حاجة طبعا بيقول ان ده describes the state of health of local population بوصف حالة او بوصف الصحة في مجموعة معينة من السكان you build community health nursing needs assessment تقييم احتياجات صحة المجتمع بوصف فيه الحالة بتاع الصحة او حالة السكان ماشي identifying of the major risk factors بتعرف على اهم اهم عوامل الخطر اللي هي ممكن تسبب ال illness ماشي كمان identification the action needed to address this كمان بتعرف على العوامل اللي انا ممكن اعملها علشان اتخلص من risk factors دي يبا تاني ده ده تعريف بيجي لي برضو تعريف مهام describe the state بيقول ان ده describe the state بوصف the state بتاعة health في local population ماشي بعمل identifying the major risk factors اللي ممكن تعمل cause the illness او health اللي هو المرض كمان بعرف identification ال actions اللي ممكن انا اعملها علشان اعمل ادرس this ان انا ايه اه اتخلص من موضوع الايه اللي هو الهيلس او major risk factors دي طيب بيجي لي بقى سؤال complete برضو بيقول لي steps ايه هي steps بتاعت community health needs assessment بيجي لي سؤال complete ويجيب لي اربع نقاط اول حاجة طبعا هقول له collection لي information ماشي collection لي information طبعا بجمع المعلومات دي عن ايه عن health او health needs بتاعت population كمان بعمل analysis بحللها يبا انا اول حاجة بعمل collection لي information and analysis مثلا بس تاني حاجة designing priorities بحط الاولويات بتاعتي implementing بنفس بعد كده بقيم بقى اللي انا عملته يبا تاني بجمع معلومات وبحللها رقم اتنين بحط الاولويات بتاعتي بنفس اللي انا عملته بعد كده بعمل ايه بقيم طيب بعد كده بيقول لي factors affecting على الهيلس في عوامل بتقصر لي على الهيلس اول حاجة دي عوامل عامة او عوامل او عوامل عامة بتقصر لي على الهيلس عشان في سؤال بعد كده بيقول لي الوكال يبا هنا في general risk factors عوامل عامة بتقصر لي على الهيلس وفي local risk factors او local factors بتقصر لي على الهيلس اول حاجة طبعا general factors affecting الهيلس اول حاجة physical environment البيئة اللي انا عايشة فيها social environment الحالة الاجتماعية او البيئة الاجتماعية انا عايشة فيها emotional support friends family كل دي حاجات طبعا بتقصر على الصح كل ما كان الشخص عنده اصدقاء عيلته كويسة معاه كل ما كانت صحته احسن وبالتالي العكس البيئة الفقرية اكيد بيقصر على الصح كمان البيئة وال life style بتاعي اكيد بيقصر على الصح يبا يجيب لي هنا سؤال complete او choose ويقول لي general risk factors او general factors affecting عليها سهقول له اول حاجة physical environment social environment البيئة وكمان البيئة and life style طيب characteristics بتاعت ايه هي خصائص السكان يجيلي هنا choose يجيلي هنا برضو complete ماشي characteristics ايه هي خصائص السكان اول حاجة بحدد خصائص السكان على حسب ايه مكانهم المكان انهم عايشين فيه العدد بتاعهم الاعمار بتاعتهم الانواع الدين الاتجاهات بتاعتهم والقيم اللغة وكمان حالتهم الصحية اول حاجة geography of population مكان السكان اول geography بس يبقى تاني geography اللي هو المكان بعد كده number of people عدد السكان age distribution متوسط العمر gender distribution عدد الاجناس او متوسط برضو الاجناس عامل ازاي the sensitivity religion الدين والعرق the population trend اللي هي النمط واتجاهات السكان اتجاهاتهم عامل ازاي language اللغة وكمان health status الحالة الصحية بتاعتهم عامل ازاي كل دي حاجات الخصائص دي الخصائص بتاعتهم ماشي اه عايزة نقطة بيقول لي في الجيوغرافي بيقول لي defining the boundaries اه ان انا اتعرف على الحدود دي بتوبة مهمة ان انا اعرف الايه اعرف اه المجتمع واحتياجاتهم في المجتمع اكيد بتجيلي صح وغلط واعملها صح على طول بعد كده طبعا انا عايزة ايه عايزة في ال ايه بيقول ان المجتمع 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 اه عشان مثلا او عشان اقول اللي على جروب ده او جروب مثلا اه اجيبها ازاي يعني جروب عنده مثلا اه حاجة مشتركة او كده او بنقسمها على اساس ايه او الجروبات دي بتتقسم على اساس ايه ماشي او حاجة طبعا ريكل يعني العرق او المصدر او الاصل بتاعهم بيتقسموا على اساس مثلا المصدر على ريليجين دينهم ماشي الكلر لونهم كل الناس من دي بتلاقيهم مع بعض كده دين معين لوحده لون معين بيبوا لوحدهم عرق او اصل بيبوا لوحدهم ماشي ناشوناليتي جنسية بتبقى لوحدهم طيب بعد كده نقطة برضو تانية بيقول العرق والاتجاهات دي بتبقى عندها طبعا اكيد الدين والحاجات دي بيبالها تأثير كبير جدا على الصح دي بتجيلي برضو في صح وغلط بعد كده في نقطة برضو في اللانجوج بيقولي ان دي علامة علشان اتأكد دي بتجيلي في نقطة بصح وغلط بيقولي ان المعرفة ان انا نعرف عن اللغة او كده بتبقى علامة ان انا نتأكد ايه؟ ان يعني السكان دي بصي بتجيب صح وغلط كده بتيجي في نفس الصيغة ممكن نقول is not a vital او بيجيبها لي is vital على طول ماشي؟ باللغة دي بتبقى علامة عشان احدد الناس دي من المكتاع بتاعي او كده يعني ماشي؟ طيب الحالة الصحية بقى في الـ بيقول ان فيه the front ways of finding out about the health status فيه طرق مختلفة اعرف منها الحالة الصحية بتاعت السكان ازاي؟ اخلي الناس دي تتكلم عن نفسها يبانا فيه طرق مختلفة اعرف منها الحالة الصحية بتاعت السكان او الحالة طبعا people's own view of their health اتكلم يعمل حاجة صحتك عاملة ايه؟ هو بقى يحكيلي فانا بالتالي اعرف الحالة الصحية بتاعته داي حاجة الـ statistical information اعمل احصائيات زي الـ screening كده مسح فبالتالي اعرف برضو الحالة الصحية بتاعت السكان يبانا statistical information معلومات احصائي ثالث حاجة qualitative survey دي اللي هي برضو المساحات زي الـ screening knowledge of local health care workers اخد المعلومات من الناس اللي شغالة في الصحة بيبقوا عارفين برضو الحالة الصحية بتاعت السكان عاملة ازاي؟ مين جيه؟ مين دخل بمرض فلاني؟ مين ما دخلش المرض الفلاني منتشر قد ايه؟ وهكذا اللي هي المنظمات الصحية الاخرى بعد كده برضو عندي سؤال complete بيقول لي number of major commonly used to identify the health of ill population في عدد من المقاييس بيعرفني او بعرف من خلاله الصحة بتاعت السكان بقى انا في عدد من المقاييس بيعرفني الصحة بتاعت السكان او الحاجة طبعا المورتاليتي دي الوفاة معدل الوفاة الموربديتي دي برضو معلومات عن المرض او معدل المرض عامل ازاي؟ طيب ثالث حاجة الـ behavior major السلوك بتاعهم quality of life جودة الحياة بتاعتهم use of service information استخدام الخدمات الصحية كمان health and qualities يعني عدم المساواة اول حاجة طبعا المورتاليتي ديت وده الوفاة يعني ايه؟ بيقول ان دي بعرف من خلالها الصحة ازاي الناس لو كانت مثلا الوفيات كتير فبالتالي صحاتهم قليلة المرض كتير فبالتالي برضو صحاتهم قليلة اشوف سلوكهم behavior major سلوكهم سلوك الحياة ده عامل ازاي؟ سلوك الحياة بتاعهم ده ماشي ازاي behavior major سلوك الحياة بتاعهم ماشي ازاي فأكيد لو سلوكهم كويس يبقى صحاتهم كويس سلوكهم مش كويس يبقى صحاتهم ايه؟ في النازل يعني quality of life وهنا بيجيلي تعريف يقول لي يعني ايه define quality of life وده تعريف مهم هقوله ان دي assessing physical health بقيم الصحة الجسدية وكمان functional ability قدرتهم الوظيفية وكمان psychological well being كمان حالتهم او مدى سلامهم النفسي يبقى تاني quality of life او جودة الحياة بقيم physical health وكمان functional ability psychological well being طيب بعد كده عايزة ايه تاني عايزة local factors affecting على الهيلس وهنا بيجيلي complete we choose برضو بيجيلي three points وانا اكتب اول حاجة طبعا local factors affecting على الهيلس في عوامل موضعية بتأثر لي على الصحة اول حاجة طبعا الشغل العمل اللي انا بشتغله اكيد بيأثرها صحتي سواء بالسلب او بالايجاب الدخل اللي بيدخلي الفلوس اللي انا باخدها ليلة ولا كتير كمان البيئة اللي انا عايش فيها او البيئة اللي انا بشتغل فيها يبقى اول حاجة work and employment وي poverty and income الفقر وي الدخل وكمان environment دي three factors اللي بتأثر لي او three local factors اللي بتأثر لي على الهدس يجيلي برضو يقول لي يعني ايه work and employment ماشي فيها ايه اول حاجة طبعا occupational disease الامراض اللي بتيجي نتيجة العمل income levels مستوى الدخل كمان self worth طيب poverty poverty فيها نقطة بقى بيقول لي ايه بيقول لي a large gap results فجوة كبيرة نتيجة a big difference الاختلاف الكبير in a health and life expectancy في الصحة ومدى جودة الحياة between reach والبور ما بين الغني والفقير ودي بيسميها health and quality اللي هي عدم المستوى تبقى فجوة كبيرة بتنشأ ما بين البور و rich ماشي الغني والفقير نتيجة big difference في الهيلس الفرق كبير جدا في مستوى الصحة و life expectancy مدى جودة الحياة دي بتجيلي مثلا تعريف health and quality وشعاد تيجي في صحوات طيب بعد كده بيقول لي بيقل لي بستقال ما شفتوش في بنوك قبل كده بس نشوفه برضو بيقول number في number of elements need to ماشي او في need to take the ماشي in concentration وندسكريب ايه the social caution في حاجات ايه الحاجات الاساسية اللي انا بحتاجها لما اجا اتكلم عن التماسك الاجتماعي اول حاجة طبعا نيتوركس شبكة الايه الشبكة الاجتماعية المجريشن الهجرا وكمان المجريان المارجينال جروب البدو ماشي وي اللي هي المتعة والتسليم طبعا بعد كده في نقطة خمسة بيكلمني فيها عن destabilizing factors دي عدم الاستقرار طبعا effect health اكيد بتأثر على health reducing طبعا resource بتقللي من ايه خدمات المتاحية اول حاجة طبعا عدم استقرار اكيد بيقللي او بيأثرلي على الصحة بس chapter 3 وده هيكلمني فيه عن مستويات الوقاية ماشي هيكلمني الاول حاجة عن ايه تعريف الصحة وايه تعريف العثية اللي هي اعلى مستوى من الصحة اه خطب لكده تعريف الصحة بيقل لي دي state of complete physical mental social well being not merely the absence of disease or an infirmity اه وده طبعا منظمة الصحة العالمية هي اللي معرفوا لي التعريف ده بتقول لي ان دي حالة من الكمال الجسماني العقلي الاجتماعي وكمان مش مجرد ان انت تبخالي من المرض او من الاعاق عندي تعريف بقى wellness وده تعريف العافية لنا زي ما قلت ده اعلى مستوى من الصحة شخص بيبى فيه كامل من كل حاجة ما عندوش اي disorder خالص ما عندوش اي حاجة خالص يبقى دي بيبقى نمط حياة lifestyle بيهدف الى والاموشنال والانتليكتول والسبيتول الحياة بيهدف لايه ان انا احقق اه احقق استلامة ماشي العاطفية بقى الاجتماعية الاسبريت والروحانية وكمان الانفيرومينتل اه البيئية ماشي بعد كده عندي نقطة بيقول لي ان الهيلس بروتيكشن ودي بتيجي سؤال كومبليت طبعا الهيلس بتيجي ديفاين الولدنس بتيجي ديفاين الهيلس بروتيكشن الهيلس بروتيكشن انفولبس ماشي اول حياة طبعا خدمات وقائية كاونسلينج استشارة او مشهورة او تسقيف سكرينينج تحليلات تحليل او لا سكرينينج المساحات امينوزيشن التطعيمات او ايه كيمو برو فلكتك يعني لها التدخلات او حاجة كيميائية او كده يعني بدي بتيجي ساعات ساعات بتيجي في كومبليت يقول لي هيلس بروتيكشن انفولبس او فوكس اون او الحاجة طبعا ان هي بتعمل لي خدمة وقائية بتعمل لي مساحات استشارة او مشهورة تطعيمات كمان كيمو برو فلكتك يعني ايه حاجات كيميائية او كده طيب البريفنشن في سري ليفلز من البريفنشن برايماري ساكنداري ترشري دي بتيجي في ايه اكمل عنوين كده بعد كده طبعا يقولي البترنس بتاعت الهيلس كير يعني انماط الرعاية الصحية ودي ليها اول حاجة طبعا انماط رعاية صحية عشان اعمل رعاية صحية بنا هعمل رعاية وقائية وهعمل رعاية علاجية الرعاية الوقائية طبعا قلت برايماري ساكنداري ترشري خلاص فرغنا منها بعد كده كيريت في بقى الرعاية العلاجية هعمل امرجنسي كير رعاية لحالات الطوارئ مرض مزعج او مرض محتاج يتعالج مرض مزعج او محتاج يتعالج متابعة او رعاية مستمرة ترمينال كير ودي اعادة تأهيل يبقى انا علشان يبقى انا علشان اعمل رعاية وقائية بعمل قصدي علاجية بعمل امرجنسي كير بعمل دي بيجيبها لي كومبليت ويجيب لي اربع نقط امرجنسي كير ابيسوديك ماشي ابيسوديك كونتينوس كمان ترمينال طيب بيجي لي برضو تعريف البريفنشن وده تعريف مهم برضو البريفنشن اول حالة طبعا يعني ايه وقاية وقاية ان انا بحمي نفسي من المرض بعمل حاجة علشان امنع ان المرض ده يجي او المرض ده يحصل اول حالة طبعا دي اكشن دي فعل ماشي ايه مدقات بتهدف الى eliminating او minimizing ان انا اقلل او احد من ايه the impact of disease من احد من حدوث المرض او امنع حدوث المرض او disability الاعواق نبه دي action ايه مدقات دي دي حاجة او طرق او افعال بتهدف لاني اعمل eliminating احد من ان انا اتعرض للمرض ده eliminating or minimizing the impact of disease and disability بعد كده عندي هيكلمني بقى بطريقة مفصلة عن primary secondary tertiary اول حاجة primary بيقول ان دي target at a healthy people بوديها للهالسي بيبل وهنا بيجي لي في صحة وغلط يقول لي secondary prevention target to a healthy people طبعا غلط انا اعرفت اول الحاجة اقولها بالروحة كده primary prevention ودي الوقاية الاولية انا بروح للناس اعمل لهم تسقيف صحي ان ما يجي لهمش المرض يا جماعة في مرض في مرض جديد نازل كذا 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 علشان انا اتجنب الموضوع ده لازم البس الكمامة لازم اخسل ايدي لازم اخسل اكل كويس مش عارف ايه بعمل لهم وقاية اولية لسه مجي لهمش المرض طب الناس دي جالها المرض بروح بقا اعمل ايه بروح اعالج بقا او مش اعالج امنع ان المرض ده يتطور مع بعض كده ماشي بروح اكتشف بقا المرض ده وامنع ان هو يتطور كفاية وفي الاخر وبالتالي يعالجه طيب خلاص الناس جالها المرض المرض اتطور اه حصلت لهم اه كل حاجة خلاص الناس جالها المرض وخلاص بروح دي بقا الوقات التالتة اعمل ايه ابدأ امنع ان ما يحصل لهمش اعاقة برضو احافظ على صحة مستوى صح يعني يبقى البرايمري دي بوديها للهيلسي بيوري ماشي ازاي ماشي او اه بعمل فيها ايه تاني بروموشن الهيلس بعزز الصحة بمنع الاكسبوجر بمنع ان هم يتعرضوا للمرض بريفنشن الديزيز برضو بعمل لهم وقال من خلال ايه دي برضو هنا بتيجي complete immunization sanitation education media camping من خلال التطعيمات اقول لهم ان هم يهووا بيوتهم sanitation تهوية او البيئة education تسقف صحي ماشي media camping حملات الاعلان والاعلانات اللي بتوبها في التلفزيون دي بنشدهم من خلالها عملهم وقاية من خلالها طيب secondary prevention ودي target at stick individual هنا برضو بيجيلي صح وغلط يبا secondary او الوقاية السنوية بديها للناس اللي خلاص تعبت الوقاية الاولية للناس اللي كانت لسه صحتها كويسا مجالهم شو مرض خلاص لكن secondary بديها للناس اللي خلاص تعبت sick individual بعمل فيها stop or slow the progression of disease بقلل او اوقف سير المرض ده اوقف خلاص يعني عمش مش يتطور ده بعد كده and prevent ماشي damage بمنع التدمير الكامل اللي ممكن يحصل سروه طبعا early detection و early treatment بكتشف مبكر وكمان بعالج مبكر طيب tertiary بوديها للناس اللي عندهم chronic disease خلاص جالهم المرض واتطور وفضل عندهم مش هيمشي and disability يبا بديها للناس targeted at people with chronic disease and disability ماشي بعمل فيها prevent or further disability بمنع تطور الاعاقة او dis اقلل من تأثير الاعاقة ده عليهم ماشي من خلال ان انا اعمل لهم اعادة تأهيل بعد كده في الواحدة الرابعة يكلمني عن تعزيز الصحة هنا يقول لي كلمتين او ثلاث اسئلة بالضبط ماشي اقول حدو طبعا تعريف تعزيز الصحة وتعريف مهمة برضو يعني ايه تعزيز الصحة بيقول ان دي process of enabling people العملية بمكن فيها الناس او اخلي فيها الناس ان هما يعملوا increase to increase control and to improve their health بخلي الناس تزود التحكم في ان هما يحسنوا صحتهم يبا بعزز الصحة ازاي بخلي الناس ان هما يعملوا برضو على ان هما يحسنوا الصحة بتاعتهم زي ما انا قلت قبل كده ال personal hygiene sanitation ماشي كل دي حاجات بتخليلي بتعملي improve للهلس يبقى process of enabling people العملية بمكن فيها الناس او بعرف فيها الناس ان هما يعملوا increase to increase control to improve their health طيب يجي يقول لي ايه هي activity بقى اعمل ازاي او ايه هي الانشطة بتاعت الهلس promotion ماشي يجي لي هنا سؤال complete يقول لي activity of the health promotion اقول له اول حاجة طبعا public policies في سياسات عام ماشي في سياسات عام او لوائح عام بخلي الناس من خلالها ان هما يحسنوا الصحة بتاعتهم زي مثلا ان انا اعمل اللي هي الرسمة بتاعت مثلا ارسم صورة سجارة واعمل عليها اللي هي العلامة اكس يبا دي لوحة عامة عرفت الناس من خلالها ان لا السجار غلط ماشي يبا public policies ودي سياسات او لوائح عامة بابا معلقاها رسمة واعمل عليها مثلا اكس او ايا كان طيب تاني حاجة organizational development اطور المنظومة اطور المنظومة يعني ايه يعني مثلا المدارس اطور الصحة بتاعت المدارس اوفر فيه تمريض اوفر فيه ناس دايما تدخل تقولهم تديهم تصطيف صحي عن النظافة عن هما مش مشيرموا حاجة مثلا في الارض برضو يخسلوا قديهم دايما دي حاجات برضو بعزز من خلالها الصحة دي ان انا بطور المنظوم organizational development اطور المنظومة اطور المنظومة الصحية اخلي فيه اهتمام الناس روح للناس لحد بيتها الناس تدخل للاطفال في المدارس يعرفوهم ماشي تالت حاجة preventive health service الخدمات الوقائية الخدمات الوقائية زي الhome visits اروح للناس لحد بيتها اعرفها ازاي يعملوا وقاية من المرض ازاي يمنعوا ان المرض دا يحصل طيب community based work دي انشطة بتعتمد على المجتمع انشطة بتاك بتعتمد على المجتمع community based work هنا بيقولك زي community transport زي مثلا زي بقوله وصيل مستطعت المجتمع ما علينا من دي يبقى community based work دي انشطة بتعتمد على المجتمع ماشي طيب رقم اربعة environmental health صحة البيئة ازاي اخلي البيئة صحية ازاي اخلي البيئة صحية امنع ان الناس ترمي الزبالة في الشارع امنع ان الناس امنع ان الناس امنع ان الناس ترمي اي حاجة تعمل مصدر تلوث للناس ماشي يبقى تاني اول حاجة عندي سياسات عامة بعلقها في الشارع اعزز من خلال الصحة للناس اعرفهم من دي لا او دي او مش عارف ايه اطور المنظومة الصحية بتاعتي اخلي فيه اهتمام بعد كده اقدم بقى خدمات وقائية انا اروح الناس لحد بيتها انا اعمل برضو اعلانات في التلفزيون ماشي تطعمات اعمل مساحات ماشي عشان اتأكد ان الناس كويسة community based work انشطة طبعا بتعتمد المجتمع environmental health احسن صحة البيئة ماشي بعد كده طبعا health education طبعا التسقيف الصحي اه تسقيف الصحي انا اروح للناس للمدارس اروح للناس لبيتها ماشي اديهم اديهم تسقيف الصحي عن كل حاجة تخليهم يعملوا تعزيز الصحة ما يتعرضوش لمرض كمان economic activity ودي انشطة النظام الاقتصادي ماشي اه انشطة النظام الاقتصادي اقتصادي برضو زي اه زي تسقيف الصحي ماشي طيب بعد كده هيكلمني عن النتيجة بقى هيحصل ايه بعد ما اعمل تعزيز الصحة اول حاجة طبعا ري اوريانتد للهلس and public service بعيد توجيه الصحة دي تاني يعني ايه بعيد توجيه الصحة ان انا يعني ايه بعيد توجيه الصحة ان انا بخلي الناس تفهم الناس اه تتسقف اكتر الناس عندها معلومات اكتر عن الصحة فبالتالي هيسمعوا كلام يبقى تاني ري اوريانتد للهلس بعيد توجيه الصحة او بنشر الصحة اكتر تاني حاجة create supportive environment of the health بخلق بيئة صحية وداعمة ماشي reduce the health in qualities بقلل بقى عدم المساواة في الصحة بخلي الناس كلها مسقفة صحيا وعرفة الصحة ان الغلط وعرفة ان دي تجيب مرض ودي مش تجيب رقم اربعة بحسن الصحة improve the health رقم خمسة prevent او طبعا reduce the disease بقلل المرض reduce the codes to the health care system بقلل بقى التكلفة بتاعة نظام الصحة او بقلل تكلفة بتاعة الصحة التكلفة الغالية جدا بتخيل طبعا زي ما قلت تصقف صحي مش عن لوائحة عامة مش عارف ايه اكيد بيعرفوا وكمان بالتالي مش بدفعوا فلوس بقلل لهم بقى التكلفة ماشي يبقى النتيجة اللي بتطلع علي بقى بعد ما بعمل تصقف صحي ان انا بقلل مرض بمنع مرض بحافظ على مستوحية صحي بوزع الصحة تاني على الناس ماشي بخليش فيه healthy equalities خالص بقلل بقى الكوستس بتاعة الhealth care system ماشي كل دي بخلق بيقى صحية بين الناس السؤال ده بيجيلي complete ندخل بقى على الباب السادس وده هيكلمك فيه عن العيلة ماشي العيلة خصائصها عاملة ازاي بتكاوم من ايه بيبقوا عاملين فيها ازاي دور مرضة ايه بقى نحيتهم ده باب برضو من اهم الابواب ولو فهمنا هنعرف نحن اول حاجة عندنا 3 تعريفات او 3 تعريفات مهمين جدا في أول حاجة دلوقتي هيكلمك يعني ايه عيلة ماشي يعني ايه صحة العيلة يعني ايه التمريض العائلي او الفامني نيرسنج اللي هي العائلة تمريض العيلة طيب اول حاجة يعني ايه العيلة اصلا انا قلت قبل كده ان الكميونيتي او المجتمع ده بيبقى ايه مجموعة من الناس ماشي بيتفعلوا مع بعض او يبقى تفاعل ما بين الناس طيب العيلة برضو تفاعل بس ما بين بقى اشخاص او عدد محدود من برضو الاشخاص يبقى تاني ده بيبقى a unity of واحدة من interacting person من تفاعل الاشخاص related boy بيبقى نتيجة ايه بقى يا اما مارج زواج او بيرس ولادة او كمان adoption تبني يبقى ده بيبقى تفاعل بين الاشخاص طيب الناس دي بتتجمع ليه او بيتفاعلوا مع بعض ليه يا اما بقى جواز مارج يا اما بيرس ولادة خلفت فجاء اشخاص كتير فبقينا عيلة adoption تبني جبنا ناس برضو تبنيناها وبقينا عيلة ماشي الغرض ايه بقى ال barebus عشان اعمل maintain وكمان promote لل physical and mental and emotional development of each other member عشان احسن وحافظ على تطور الجسدي والعاطفي وكمان العقلي لكل فرد من افراد العيلة ماشي وده تعريف مهم تعريف العيلة طيب يعني ايه يعني ايه بقى family health او صحة العيلة بيقول ان دي series of activity مجموعة من الانشطة اه زت ار ديزايند انا بعملها علشان to promote health عشان احافظ على الصحة كمان اعمل prevent the disease امنع المرض والانجري ماشي وprevent كمان premature disease امنع كمان الموت المبكر والامراض بالنسبة للعيلة يبقى دي مجموعة من الانشطة انا بعملها عشان اعزز بها الصحة وامنع الوقاية او اعمل وقاية من المرض وامنع الامراض وكمان اعمل prevent the premature disease اللي هي الوقاية من الموت المبكر طيب family nursing يعني ايه العائلة التمريضية بيقول عائلة تمريضية يبقى بتتكون من تمريض والعيلة يبقى دي consistence of تتكون من nurses and family تتكون من تمريض و families العائلة working together بيشتغلوا مع بعضه improve عشان يحسنوا the success of the family and its members عشان يحسنوا من نجاح العيلة وكمان نجاح الاعضاء بتاعها in adapting to the institutional transition يعني عشان مثلا عشان يتكيفوا مع التقاليد والعادات وكده طيب بعد كده هيكلمك عن characteristics of the family بيقول ان العائلة دلوقتي بتنقسم لترادشنال ونون ترادشنال خصائص العائلة الترادشنال دي ممكن ممكن تيجي فاكمل بس تيجي فصح وغلط ماشي ترادشنال يعني عائلة تقليدية عائلة موجودة في مصر بتتكون من one or more persons live together in the same household واحد شخص او اكتر بس بيعيشوا مع بعض في نفس البيت تاني حاجة share الاموشنال بوند بيتشاركوا او ليهم رابطة عاطفية perform social tasks ليهم مهام اجتماعية each family is on cue كل عائلة ليها اختلاف او كل عائلة بتبقى فريدة عن العائلة التانية عندهم has own problems كل عائلة ليها المشاكل الخاصة بيها وكمان عندهم universal characteristics كل عائلة بيباليها خصائص عامة خاصة بيها طب ايه الخصائص العامة للعائلة الخصائص العامة دي بتبقى العائلة اللي هي بتبقى ببرة مصر بيقول ان every family is a small social system كل عائلة بيباليها نظام اجتماعي صغير خاص بيها دي بتجيب صح وغلط النقطة دي بعد كده every family بيباليها كل عائلة ليها القيم والمعتقدات الخاصة بيها كل عائلة ليها التركيب الخاص بيها كل عائلة ليها الوظائف الخاصة بيها برضو كل عائلة ليها life cycle او life style معين كل عائلة ليها النظام حياة معين نجي بقى على السؤال المهم وده بيجي اكمل اولست وده سؤال امتحان دايما ايه هي بتاعة الهلسي فامل ايه هي خصائص العائلة الصحية اول حاجة طبعا تواصل بينهم فعال تواصل بينهم ميا ميا بيعرفوا يتعاملوا مع بعض بيعرفوا يتواصلوا مع بعض يبقى الكمينيكيت افكتيفلي كومينيكيت افكتيفلي تواصل بينهم فعال اكتيف كوبينج وز البروبينز بيعرفوا يتعاملوا كويس جدا مع المشاكل اللي بتقابلهم لينك وز الكميونيتي عايشين ومختلطين بالمجتمع انهينسمنت الانديفيد والديبلومنت بيعززوا الموهبة عند الفرد وبيطوروها ماشي بيتو كل فرد قيمتو كده وماشي بعد كده بيقول ان كل عيلة لها اللايف ستايل بتاعها support all members ودي برضو كتيجي في صح وغلط بيقول ان كل عيلة يعني العيلة دي بتدعم الأفراد بتاعها support all members ماشي كمان interact with each other بيتعاملوا مع بعض share responsibility بيتشاركوا المسئولية share respect with terrorist بيتشاركوا الاحترام والثقة share كمان religious score اللي هو الايه بيتشاركوا الدين بعد كده هيجي يكلمك عن الأنواع أو أنواع العيلة ايه طبعا دي بتيجي ممكن يقولك types of the family فاكمل وانت هتكتب traditional non traditional family ماشي ياما هيجي يقولك traditional family انكلود وهتكتب الايه الأنواع اللي تحت دي ممكن عنوين جابها لك في شرط نوت هتكتب هتكتب اللي جنبها بس اعتقد تيجي بس يأكمل نقط كده واختر وكمان تيجي في صحة وغلط بيبدل بينهم هنشرحهم كلهم دلوقتي وين كمان non traditional ممكن نعرفها ايه عنوين طيب اول حاجة العائلة التقليدية او العائلة العادية اللي تبقى في مصر طيب بتتكون من ايه بتتكون من اول حاجة الانكلير فاميلي ماشي دي العيلة النواع اب وام واطفال بس طيب الاكستندد فاميلي دي العائلة الممدودة اللي هو بيت العيلة جده وتيته وعمه وعمته كل ده بيبوا ايه عايشين مع بعض طيب تاني تالت حاجة single parent family دي بيبوا اب وولاده بس يقيم ام وولادها بس طيب البلندد فاميلي دي بيبوا واحدة متطلقة قبل كده معها عيال وواحد متطلقة قبل كده مع عيال وعايشين مع بعض او واحدة متطلقة قبل كده مع عيال وعايشة مع واحد ما مش معها عيال بس كان متجوز مثلا قبل كده طيب ما علينا يبقى تاني اول حاجة الترادشنال او العائلة التقليدية او العائلة التقليدية الموجودة في مصر تتكون اول حاجة من نيو كلير فاميلي الاكستيندد فاميلي والسنجل بيرانت وكمان البلندد فاميلي اول حاجة نيو كلير فاميلي ودي بيقول بيعيشوا مع بعض في نفس المنزل طيب الاكستيندد قلنا الاكستيندد دي زي بيت العائلة يب مجموعة كبيرة من ايه مختلف الاعمار الناس كتير يعني ايه العم والعمة ومش عارف ايه اعمار مختلفة يعني ليفين انتو جزر انزل سيم هاوس هولد عايشين مع بعض كلهم في نفس البيت البيت والجراند بيرانت والشيادرين والانت والانكل عايشين في الرورال اريا عايشين في منطقة ريفية طيب اللي فوق اللي فوق اللي بيبقى الهزباند والوايف والشيادرين بس دول في الاربان اريا عايشين في منطقة حضرية اللي بيبقوا في المدن لكن بيت العيلة ده معروف انه بيبقى في الرورال اريا المناطق بتاعة الارياف طيب بيبقى في المدن بيبقى في المدن بيقول ان دي مرت قبل اتنين متجوزين واحد او اتنين منهم واحد او اتنين منهم كان متجوز قبل كده ماشي وعنده children from the previous marriage وعنده اطفال من الزواج السابق يبقى دي البلند اتنين متجوزين الاتنين عندهم اطفال او مش عندهم او الاتنين كانوا متجوزين او واحد منهم ماشي وعندهم اطفال من الزواج ايه السابق بعد كده يخش لك عن طبعا دي بيلخبط فيه صح وغلط موت يعني ممكن يجي يقول لك دي مثلا دي بيبقى دي بيبقى الهزبند والوايف او الابناء بتوعهم بس عايشين في الهوسهولد بتاعهم البيت طيب العيلة بقى الغير تقليدية ودي العيلة اللي مش موجودة في مصر دي العائلات اللي هي برا اول حالي طبعا الان مارد ناس حد مش بتجوز قبل كده الكمون او الكوميون فاميلي من الازواج ماشي يعني زوج وزوجة وزوج وزوجة عايشين ايه مع بعض شير اه شير ايه شير وظيفة القوميون وظيفة القوميون وظيفة القوميون طبعا عندي فوقه هو بيقول ان هو بيحول اللي بيحط الرويلز هو اللي بيعاقب او بيحكم على السلوك هو الادمينستريشن الادارة هو اللي بيعاقب لكن الماظرز قالك ان هي ميت لكن الماظر قالك ان هي ميت بتاعة الفامي بتقابل احتياجات العيلة طيب فيه ست وظيف اساسية لصحة الاسرة ودي بتيجي بس ممكن بتيجي لو كانت فيه ست وظيف اساسية علشان اعمل بروموشن للهيلز بتاعة الفامي ست وظيف اساسية اعملهم علشان احافظ على صحة العيلة اول حالة طبعا الافكشن دي العاطفة ماشي تاني حاجة بروفايد سيكورتي اند اكسيبتنس بوفر طبعا الامان والقبول كلما الامان كان متوفر كلما كانت الهيلز احسن طبعا بعد كده بيقول ان انا اغرس الهوية والرضا فيهم رقم تلاتة بروفايد كومبينيشن شب مثلا ان انا بوفر الامان او الانتماء والرفقة ماشي النشأة الاجتماعية التحكم والضوابط وكمان كده خلاص دول الستة ايه هي الفاميلي دايناميكس او ديناميكية العيلة او العيلة بتتكون ازاي او عاملة ازاي او بتنشأ ازاي بتبدأ ازاي اول حاجة طبعا العيلة بتبدأ ازاي واحد بيشوف واحدة بيتعرف عليها بيخطبها بيتجوزها بيخلفه عيالهم بتكبر عيالهم خلاص بتتجوز بتخلف خلاص عملنا عيلة بقينا جدو وتيتا وولدنا ماشي بقى دي العيلة بتتكون ازاي عرفت يبقى اول حاجة ال دي مرحلة البداية تاني حاجة ودي مرحلة النطقة النطقة او المرحلة اللي بتبدأ فيها العيلة بتتكاثر بعد كده مرحلة الانتهاء بقى العيلة بتنتهي ان الجد والجد بيموتوا كل هات بيروح له في حاله كده طيب مرحلة ال بتبدأ ازاي او مرحلة البداية بتبع بور عن ايه ودي بتيجي اكمل اول حاجة طبعا مرحلة فترة تعرف او مرحلة تعرف اللي هي ماشي تعرفنا بعد كده خطبنا بعد كده اتجوزنا طيب نبدأ بقى نكون عيلة ازاي اول حاجة برضو يجي اكمل اكستنشن وكمان كومبليت اكستنشن الاكستنشن بيقول ان دي بتبقى ماشي من ولادة من اول طفل لاخر طفل ماشي بدي مرحلة الاكستنشن الفترة مبين ولادة اول طفل لاخر طيب الكمبليت اكستنشن ودي الاكتمال الكامل بيقول ان دي الفترة مبين ولادة اخر طفل لحد ما اول طفل يمشي من البيت يتجوز بقى يسافر ايا كان يبقى دي الperiod between the birth of the last child ولادة اخر طفل and the time the first child leaves the house لحد الوقت اللي اول طفل بيمشي فيه من البيت مرحلة الانتهاء مرحلة الانتهاء بتبقى وكمان الديجليوشن طيب الكونتراكشن دي بتبقى اول فرض هيغادر البيت لحد ما كله هيمشي ماشي يبقى دي الفترة اللي فيها من اول الفترة اللي فيها الفترة اللي هي من اول فرض هيغادر من البيت او يمشي من البيت لحد ما كله هيمشي طيب الكمبليت كونتراكشن دي the parents ماشي بيبقوا alone together بيبقوا عايشين مع بعض الواحدهم until one dies لحد ما واحد فيهم يموت الاول طيب الديجليوشن يعني اخر واحد هيموت طيب الفاكتور زافيكتينج الفاكتور زافيكتينج الفاميلي هيلس ايه هي العوامل اللي ممكن تأثر على صحة العيلة اول حاجة عندي عوامل داخلية وعندي عوامل خارجي طيب العوامل الداخلية السؤال ده بيجي فيه اختر اكمل وصح وغلط كان ممكن يجيبه طيب ايه العوامل الداخلية هيجي يقولك list او short account ماشي ده short account عن internal family فاكتورز زافيكتينج على الايه على الفاميلي هيلس طيب اول حاجة في internal inter familial فاكتورز وايكسترا familial فاكتورز اول حاجة طبعا عوامل الداخلية الحالة الصحية حجم العيلة هيؤثر لي اكيد على الصحة سواء كنا كتير او قليل الفترة او المدة بين الاطفال مش كلهم وربعات مش ههتم بقى بحد فيهم بعد كده توزيع الاعمار ما بين العيلة التواصل بين العيلة اكيد التواصل بيأثر على الصحة ان اهل يبقى مهتمين بيا انا عارف اتكلم معاهم وكذلك العكس لو مش عارف اتعامل معاهم مش عارفين اتواصل مع بعض اكيد الصحة طب في النازل يعني اكيد طبعا اديوكيشن التعليم بيأثر الاكونوميك الحالة الاقتصادية بتاعتنا بتأثر اكيد طبعا سلوكي تجاه الاطفال هيأثر على صحة طيب في عوامل خارجية ودي اعرافها عنوين مهم مهم برضو تيجي في اكمل ايه هي الاكسترا فاميلي الفاكتور زي ممكن تأثر لي على الفاميلي هيلز اول حد طبعا في فزيكا الانفيرومنت بيئة مادية زي مثلا جيوغرافي بيئة المادية ماشي زي الجيوغرافي المكان اللي عايشة فيه الفاكتور فسيلة زي الموارد المتاحة بالنسبالي اكيد اتقصر لها الصح الحالة البيت اللي انا عايشة فيه عاملة ازاي طيب فيه ودي الحالة البيولوجية العيشة وسط حيوانات مثلا كده كائنات حياة برضو الميكروبات بكتيريا كل دي حاجات على الهيلس بتأثر على صحة افراد العيلة طيب بعد كده فيه في بيئة اجتماعية زي طبعا التعليم بتاعي يؤثر على الصحة بتاعتي كل دي حاجات بتأثر على العيلة ريليجين الدين بتاعي الايكونومي حياة اقتصادية النظام الاجتماعي بتاعي بعد كده هيقول لي ايه هي ان انا من خلالها هقيم لو عايز اقيم صحة العيلة العيلة او في بستخدمهم اول حاجة طبعا في في وكمان في طرق بقى بقيم بيها طيب هو مش عايز اي حاجة في الشرح بتاع بس ممكن يدي يقول لك ايه هي ال data collection category ماشي اول حاجة طبعا الفاميلي ديموغرافيكس الفيزيكال انفيرومنت سيكولوجيكال انفيرومنت بقى الفاميلي استراكتشور الفاميلي فانكشن الفاميلي فالي والكوميونيكيشن والديزيشن ميكن كل دي حاجات بقيم من خلالها ايه وبجمع من خلالها بيانات البروبليم سولفينج الهلس بيهيفيور السوشي الوكريتش باتن اكتب له اي حاجة بقى اكمل وبيعوز ايه اربع نقاط وخلاص طيب بعد كده الاساسمانت ميسود برضو دي بتيجي استعاد في اختر وممكن يجي يقول لي سري ميسود نيتو اساس الايه اساسمانت الفامي طيب اول حاجة ممكن اقول له الايكو ماب ماشي تاني حاجة الجينو جرام وبعد كده السوشي النيتورك سبورت ماب دي بعد الفكرة بتيجي في اختر اكتر الايكو ماب وكمان الجينو جرام وكمان السوشي النيتورك سبورت ماب طيب اول حاجة هيقول لك بعد كده دور بقى الممرضة داخل صحة العيلة ايه وده ممكن يجي يبها لي في شورت اكاونت اول حاجة طبعا انتراكت وزدى فاميلي بتتفاعل مع العيلة وبتحسن تفاعل بينهم تاني حاجة بتقيم وبتقوي العلاقات ما بين العيلة بتقدم الارشادات والنصح بتحسن الوقت بتدي ارشادات ونصايح للعيلة بتقدم ارشادات برضو للعيلة وللاطفال كلهم اللي عايشين في البيت بتحضر بقى الاباء ان هم يبقوا اجداد بتقيم الدعم العاطفي والامان العاطفي وبتحسنوا بينهم بتحضر الناس الكبيرة دول بكل الطرق علشان يعرفوا يتعاملوا مع الخسائر اللي هيقابلوها لما يكبروا زي ان هم يفقدوا السمعة الرؤية بتاعتهم تقل طيب بعد كده سؤال مهم جدا برضو ماشي ده بييجي شورت نوت اكتر بييجي ساعات بيقول ايه هي انواع الموارد الصحية الموجودة عندي في المجتمع اول حدا طبعا في عندي مراكز صحية اساسية وعندي مراكز علاجية طيب المراكز الاساسية عندي زي الوركي ودي مراكز الامومة والطفولة الوحدات الصحية الموجودة عندي في كل مكان وحدات المدارس الواحدات الصحية يت medications المستشفيات الصحية اللي عندي المكاتب الصحية او مكاتب الصحة اللي موجودة عندي بردو في كل مكان اللي هي ايه الفامري هلس وحد تنظيم الاسرة وكمان الأول patient clinic اللي هي العيادات الخارجية طيب بعد كده quella هي الخدمات العلاجية طبعا عندي general hospital وكمان district hospital أو اللي هي المراكز الخاصة ماشي والgovernment اللي هي المستشفات الحكومية وكمان المستشفات الخاصة والfactories اللي هي عيادات المصانع طيب يجب أهلا للفصل السابع هيكلمك فيه عن وحدات رعاية الأمومة والطفولة أول تعريف ودي المaternal and the child health care يعني ايه او اختصارها المCH قالك ان منظمة الصحة العالمية عرفت لي وحدات رعاية الأمومة والطفولة دي ان دي بروموتف ماشي بريفنتف كيوريتف ريهابيليتاتف health care for the mother and the child طيب أول حاجة ده بيجي definition وتعريف ده مهم أول حاجة طبعا دي care أو رعاية لصحة الأم تعمل لي تعزيز ووقاية وعلاج وكمان إعادة تأهيل يوبا تاني دي بروموتف وي بريفنتف كيوريتف ريهابيليتاتف health care ماشي for the mother للأم وكمان للطفل بتاعها ايه هي الobjective تعريف ده والسؤال ده برضو مهم بيجي complete إيه هي الأهداف بقى بتاعة برنامج رعاية الأمومة والطفولة أول حاجة طبعا إن هو يعمل لي health promotion للماذر during pregnancy بيحسن لي صحة الأم أثناء الحمل خصوصا إن هم high risk group اللي عندهم مشاكل أو معرضين لعوامل خطر أثناء الحمل زي إيه لعوامل خطر؟ إن الديابيتس اللي عندها الhypertension أي أم عندها مشكلة صحية دي بتبقى معرضة للخطر heart disease طبعا أكيد ده أكبر risk factors ماشي؟ يوبا تاني ايه هي الأهداف؟ بيعمل health promotion للماذر during pregnancy تاني حاجة بيعمل منتينز للجود هالس للماذر وكمان الـ child بيحفظ لي على صحة الأم طبقة كويسة ماشي؟ هي والطفل بتاعها رقم ثلاثة بيعمل لي health promotion للـ children كمان بيعزز لي صحة الأطفال من 0 لـ 6 سنين من أول يوم لحد 6 سنين بيعزز لي صحة الطفل بعد كده رقم أربعة prevention للـ disease كمان بيعمل لي وقاية من الأمراض بيقلل لي mortality والmorbidity للـ mothers وكمان للـ children بيقلل لي عدد الوفيات والأمراض تاعة الأم وكمان للأطفال بيعمل لي prevention للـ disability ماشي وكمان بيقدم لي rehabilitation بيقدم لي إعادة تأهيل وكمان بيقدم لي family planning service يبقى دي الأهداف بتاعة برنامج رعاية الأم والطفال أهدافه هو يعمل لي يحفظ لي على صحة الأم والطفل بيعمل إيه؟ بيجمع الأمراض بيحسن الصحة كمان بيقلل الوفيات بيقلل الأعاقة بيوفر لي إعادة تأهيل وبيوفر لي family planning service اللي هي إيه؟ تنظيم خدمات تنظيم الأسرة طيب بعد كده إيه هي بقى المكونات بتاعة المaternal care إيه هي مكونات رعاية الأم مكونات رعاية الأم أول حاجة طبعا بقدم رعاية قبل ما تتجوز بعد كده رعاية قبل ما تولد رعاية في الولادة رعاية بعد الولادة وكمان رعاية ما بين الولادات وبعضها يبقى تاني الcomponent بتاعة المaternal care وده سؤال مهم بيجي لي complete أول حاجة طبعا هكتب له pre-conceptional care أو pre-material care ودي رعاية ما قبل الزواج تاني حاجة الـ anti-natal care ودي رعاية ما قبل الولادة الـ intra-natal care ودي في الولادة كمان الـ post-natal care ودي بعد الولادة الـ inter-conceptional care ودي ما بين الولادات طيب هيكلمني الأول عن رعاية ما قبل الزواج ودي الـ pre-conceptional care هدفها إن أنا أكتشف عند البنت دي أي مخاطر أي أمراضة تمنعها من الخلفة ولا لأ يبقى أنا بعمل prevention بعمل وقاية كمان early detection بكتشف أي health hazard أي مخاطر صحية أو أي disease بديها immunization بعمل لها examination ماشي كل ده طيب الـ pre-natal care بقى طبعا الـ aim بتاع الـ pre-conceptional care ده بيجي لي ساعات في صحة وغلق يبقى أنا عرفت الـ aim بتاع الـ pre-conceptional care ده بيجي لي ساعات في صحة وغلق بس بلغباطني بينهم وبين بعض ماشي يبقى أنا قبل قبل الزواج بعمل رعاية علشان أشوف لو في أي أمراض أو في disease أو أي حاجة بدي بقى بحصة كامل ماشي طيب الـ pre-natal بقى قبل الولادة أول حاجة طبعا عشان أعمل to achieve at the end of pregnancy a healthy mother and a healthy baby علشان أحقق في نهاية الحم أن الأم تبقى بصحة جيدة وكمان الطفل يبقى بصحة جيدة طيب في جدول بعمله للزيارات وهي حامل أول حاجة طبعا قبل الأسبوع ده بيجي لي ساعات في صحة وغلق قبل الأسبوع الـ 28 ماشي لحد الأسبوع الـ 28 بخليها تجي لي زيارة كل شهر طيب من الأسبوع الـ 28 لحد الأسبوع ال36 بخليها تجي لي زيارة كل أسبوعين طيب من الأسبوع الـ 36 لحد بعد كده بقى قبل ما تولد بتجي لي كل أسبوع زيارة ودي بيجي لي اللي أخبطني فيها في صح وغلق أو اختر بعد كده هيكلمني عن جدول التطعيمات بعد كده هيكلمني عن جدول التطعيمات وده مهم بيجي مثلا ساعات في اختر وساعات في صح وغلط بيجي في اختر وصح وغلط اول حاجة طبعا بيقول ان الاميونزيشن بديها تيتانوس during pregnancy أثناء فترة الحم بديها لها خمس جرعات يبقى الامي لها خمس جرعات أو خمس دوز من التيتانوس أثناء فترة الحمل اول حاجة طبعا الفيرست دوز أو الجرعة الأولى بديها لها بعد الحمل ب12 اسبوع ماشي بديها لها بعد 12 اسبوع من الحمل يبقى لما يعدي 12 اسبوع من الحمل تيجي تاخد الجرعة الأولى بتاعة التيتانوس يبقى بيقوله آية the first antenatal visit دي أول زيارة بتجيلي فيها بديها provide being بيقول after 12 weeks of the justification ماشي طيب الثاني جرعة بتاخدها at least على الأقل 4 weeks after ماشي بعد 4 اسبوع من ايه أو and more than 2 weeks before the term مثلا بيقول على الأقل نهاء قبل اسبوعين قبل الولادة باسبوعين يبقى تاني هتديها لها بعد 4 اسبوع من الولادة أو بتديها لها قبل الولادة كمان باسبوعين ساعات أنا مقلتش الأولى بتديني protect قد ايه مش بتديني ما بتحمليش خالص وكمان مليهاش ديوريشن خالص يبقى ولا بتديني مدة بتطول معي ولا اي حاجة بس على الرغم من كده ان الجرعة الاولى اهم جرعة لان بيتبني عليها كل الجرعات اللي ايه اللي بعد كده يبقى انا اول حاجة بتديها الجرعة الاولى دي بعد 12 اسبوع من الحمل الجرعة التانية بتديها لها بعد 4 اسبوع بيقول at least 4 weeks after ماشي بعد كده الجرعة التالتة طب الجرعة التانية بتديني 80% حماية بتطول معايا لمدة 3 سنين 3 سنين حماية او مدتها ايه 3 سنين طيب جرعة التالتة بتديها لها بعد 6 شهور بعد التانية بقى at least 6 months after or during the next pregnancy او بتديها لها في الحمل التاني بتديها لها في الحمل التاني 90% حماية بتديني 5 سنين قبل بعد كده يباباني جدول التطعيمات بتديها للام بعد 12 اسبوع من الحمل تيجي تاخد الجرعة الاولى طيب بعد 12 اسبوع من الحمل بديها الجرعة التانية امتى بديها لها بعد 4 اسبوع من الولادة او قبل الولادة بتديني 95% حماية بتديني خمس سنين قدام حماية بعد كده الجرعة الرابعة كل جرعة بتتبني على الجرعة اللي قابلها الجرعة الرابعة يبقى الجرعة الرابعة بديها بعد سنة من الجرعة التالتة ماشي او في الحملة التاني برضو بتديني 99% حماية بتديني 10 سنين طيب الجرعة الخامسة بديها بعد سنة برضو او بديها في الحملة التاني بتديني 99% بس بتديني Life Long تديني مدى الحياة هيجي بعد كده يقول لك ايه هو اصلا ريسك بريجنانسي ريسك بريجنانسي يعني حمل خطر يعني ايه حمل خطر زي ما قلنا قبل كده قلنا ده بيبقى حمل في عوامل خطر زي اللي أم عندها أمراض قلب اللي أم عندها سكر والأم عندها الضغط طبعا بيجي لها تسمم حمل كل دي حاجات بتحط الأم في خطر أثناء الحمل أول حاجة يعني ايه ريسك بريجنانسي بيقول لك ان دي presence of ظهور some risk factors presence of some risk factors ظهور بعض عوامل الخطر during the current pregnancy أثناء الحمل ده الحالي أو in previous pregnancies أو في الحمل اللي كان قبل كده يعني ايه ريسك بريجنانسي؟ يعني ظهور بعض الريسك فاكتور زي أثناء الحمل بس كده ظهور بعض عوامل الخطر أثناء الحمل بعد كده عايزة بقى الإيم بتاع البوست نيتل كير يعني أهداف البوست نيتل بعد الولادة بروح أعمل لها رعاية بعد ما تولد ليه أول حاجة علشان أعمل لها prevent لي الكمبيليكيشن أمنع المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد الولادة زي حمى النفاس زي النزيف اللي ممكن يحصل طيب تاني حاجة restore الهيلس فور الموزر أستعيد الصحة بتاعة الأم رقم 3 أتأكد من نجاح عملية الرضاعة الطبيعية رقم 4 provide family planning service كمان أقدم لها وسائل تنظيم الأسرة بعد كده الenter conceptual care ودي الرعاية ما بين الولادات بروح أعمل لها رعاية ما بين الولادات ازاي أو يعني ايه رعاية ما بين الولادات ودي بتيجي definition السؤال اللي قبل كده أنا قلتو ده بييجي أكمل وي risk factors دي بتيجي definition طيب الenter conceptual care ودي رعاية ما بين الولادات وده بييجي تعريف وبييجي صح وغلط بيقول ان دي care of the mother رعاية للأم between the pregnancies بين الحمل والتاني for preparation عشان أحضرها of the mother عشان أحضر الأم for the next pregnancy عشان أحضرها للحمل اللي بعد كده يبقى دي رعاية بعملها للأم بتبقى بين كل ولادة والتانية علشان أحضر الأم للحمل اللي ايه التاني طيب family planning يعني ايه تعريف family planning السؤال ده مهم جدا تعريف بيجي في المتحانات كثير ومتكرر ماشي تعريف تنظيم الأسرة أول حاجة طبعا قالك ان دي voluntary regulation ده بيبقى تنظيم اراضي اراضي لولادة الطفل لولادة الطفل for the bringing healthy baby علشان أجيب طفل صحي at prepare time and prepare numbers وكمان at prepare spacing دي بيبقى تنظيم اراضي ماشي عشان أول الطفل يبقى جاي بصحة كويسة في وقت محدد أو وقت مناسب في عدد أطفال مناسب وكمان بين مسافة والتانية بين هو وأخوه تبقى المسافة مناسبة ماشي طيب ايه الوقت المناسب علشان الأم تولد أو ايه الوقت المناسب للخلفة بالنسبة للإناس للومن قالك من 20 سنة ل34 سنة قبل كده يبقى الحملة بيبقى خطر وبعد كده برضو الحملة بيبقى نسبيا خطر يبقى الوقت الصح علشان أعرف أجيب بيبي من 20 سنة ل34 سنة طيب الفترة ما بين الطفل والتاني أنا جبت طفل دلوقتي أستنى قد إيه علشان أجيب الطفل الثاني قالك البروبير سبيسينج بتوين الاتشيلدرن دي بتوبة من سنتين لتنت سنين ممكن أستنى سنتين أو تلاتة علشان أجيب الطفل الثاني ودي بتيجيب صح وغلط ممكن كومبليت طيب بعد كده إيه بقى أهداف برنامج تنظيم الأسرة إحنا كده قلناها في التعريف أصل عشان أجيب طفل سليم صحيا كده إيه الأهداف أول حالة طبعا أتجنب بقى الولادات اللي أنا مش عايزها خالص زي ما بيقولوا كده طفل ده جي غلطة مثلا كده ماشي أبقى أتجنب بقى أنا الطفل اللي جي غلطة ده خالص أتجنب الولادات اللي أنا مش عايزها خالص دي أول حاجة أتجنب بقى المدة والمسافة ما بين الحمل والتاني مش أجيب كله ورا بعضه ولا كده ماشي ثالث حاجة كنترول طيب أتحكم في الوقت اللي هو برضه ببقى بين الأطفال طيب break the cycle of high mortality بيكسر دايرة إيه؟ بيكسر لي دايرة high mortality and poverty بيكسر لي دايرة المعدلات العيلية الكبيرة اللي بتبقى من الموت والوفاة وكمان الفقر and poverty طيب impact on the woman's health دور بقى family planning أو دور تنظيم الأسرة بقى على الأمن الومان بيعمل لي إيه؟ على الأم بيقلل المaternal mortality بيقلل لي وفيات الأمهات وكمان الموربيديتي الأمراض وكمان بيعمل لي improve للمaternal health بيحسن لي صحة الأم طيب على الفيتا على الجنين بيعمل لي prevent للconjental anomalus بيكمان بيقلل لي أو بيمنع لي التشوهات الخلقية طيب على الـ child health على الطفل بقى اللي تولد أول حاجة بيعمل لي reduce لـ child mortality وموربيديتي بيعمل لي إيه تاني؟ يبا أنا عرفت بيقلل الموربيديتي والموربيديتي بيقلل لي وفيات الأطفال دي وكمان الأمراض بتاعتهم بيقلل لي لـ child growth development and nutrition لأ لأ مش بيقلل لي بقى بيعزز لي بيعزز لي أو بيحسن لي لـ child growth نمو الطفل وكمان development and nutrition التطور بتاعه والتغذية بتاعته طيب في حاجة بقى هيخش لي عليها دلوقتي لـ child health care ودي رعاية الطفل إيه هي الـ objective بتاعت بقى رعاية الطفل إيه هي الأهداف بتاعت وحدات رعاية الطفولة أول حاجة طبعا إنه هو ensure that children are well born الأطفال اتولد كويس decrease the prematurity بيقلل لي الولادة اللي بتب قبل المعاد بيقلل لي الconjunta الانوميلز التشوهات والعيوب الخلقية بيعمل لي prevent المورتاليتي والموربيديتي برضو بيقلل لي الوفيات والأمراض بتاعت الأطفال كمان بيعمل لي بروموت للفيزيكال كمان بيعزز لي النمو والتطور الجسدي والنفسي بتاع الأطفال بيعمل لي بروفايد للأكيوت and الكرونيك بروفايد بروفايد كير فور الأكيوت and الكرونيك ديزيز بيزود لي رعاية بتبقى لي الأمراض الحادة وكمان الأمراض المزمنة بيعمل لي early diagnosis بيعمل لي البروبير أو early management لل high risk children بس تقول ده ممكن يجي لي complete يقول لي إيه هي الأهداف بتاعت برنامج رعاية الطفل أو حيطهم بيقلل لي التشوهات بيقللني أن الطفل يتولد قبل معاده بيقلل الموت والوفيات بتاعتهم اللي بتحصل بيوفر لي طبعا early diagnosis و early treatment بيوفر لي كير أو رعاية أو للأطفال اللي هم عندهم chronic disease بيعملي برموت للفيزيكال و السيكولوجيكال بتاعت الأطفال برضو بيجيب لي سؤال complete بيقول لي المكونات بتاعت أول حاجة طبعا prenatal child care بعتني بالطفلة ورعاية بالطفلة قبل الولادة care of new porn الرعاية أول ما الطفل يتولد infant health care and care of pre-school age group رعاية لحد ما الطفل يروح المدرسة أول حاجة طبعا care of new porn دي خدناها طبعا فالأطفال وشبعنا منها والحاجة طبعا accepting cutting of the cord أول ما الطفل بتولد بقطع الكورد الحبل السوري بتاعه بس بتعقيم clean respiratory بصج يعني بنظف بقى ممر الهوى بعمل suction ماشي رقم ثلاثة أنه أنا بعمل clean للايز بنظف العين examination for to detect any abnormalities بفحص بقى الطفل علشان السؤال ده ممكن يجيلي list بفحص الطفل علشان أشوف أي حاجات مش طبعية عنده بعد كده بعمل assessment للويت واللينس بقيم بقى وبشوف الوزن والطول بتاع الطفل care of the skin passing أنه أنا بعتني بجلد الطفل بعمله بعد كده بحميه بعد كده بعمل assessment عشان أعمل success of breast vision بتأكد من نجاح الرضوع الطبيعية بعد كده بعمل health education بديها بقى تسقيف صحي بعد كده بعد كده عندي برنامج بقى ماشي برنامج للأطفال هنخش عطول على التعريف والأهداف اللي هو اسمه IMCI ده بيبقى اسمه برنامج وطني لصحة الطفل ده بيبقى integrated strategy تبقى استراتيجية متكملة زا text into account باخدها في اعتباري ماشي باخد في اعتباري زا variety of factors مجموعة من العوامل bottle of children for risk factors أو serious risk يبقى دي استراتيجية متكملة باخدها في باخد في اعتباري أو باخدها في اعتباري مع مجموعة من العوامل اللي ممكن تحط الطفل في موضع خطر اهدافها ايه اهدافها ان انا بعمل identification to child health illness بعرف الامراض اللي ممكن تصيب الطفل في فترة في مرحلة الطفولة بعرف الامراض اللي ممكن تصيب الطفل في ايه مرحلة الطفولة تاني حاجة بوفر له العلاج المناسب للامراض دي ensuring appropriate contained treatment بحدد وبوفر له العلاج لل all major childhood illness لكل الامراض اللي ممكن تقابله في فترة الطفول يبقى اهداف برنامج رعاية الطفولة ان انا اعرف الامراض اللي ممكن تقابل الطفل في مرحلة الطفولة اوفر له treatment لل all major risk factors او all major childhood illness بعد كده strength up احولهم لو انا مش عندي امكانية ان انا عالجهم بحولهم لاماكن ممكن تعالجهم ايه هي بيقول الage group بدي ال mci بتدي الطفل رعاية من بيقول ان هي sick infants and children بقدمها للاطفال التعبنين اللي بيوبوا من البيرس لحد خمس سنين طيب دور الممرضة بقى دور الممرضة تعمل ايه في الموضوع ده بيقول لا دور الممرضة بقى في الدرس كله دي الرول بتاعت nurse في dور الممرضة في رعاية الامومة direct care وفي health communication and education في رعاية مباشرة وممكن تدي له كمان تسقيف صح رعاية مباشرة زي ما احنا قلنا قبل كده الانتينيتل care الانتينيتل care الانتينيتل دي قبل الولادة الانتينيتل أثناء الولادة البوستينيتل بعد الولادة واللي child care رعاية بالطفل الانتينيتل الانتينيتل دي بتوب care of the woman during pregnancy عرفت انها رعاية الام أثناء الحمل الانتينيتل care of the woman at the time of delivery في الوقت بتاع الولادة البوستينيتل care of the woman after delivery بعد الولادة child care عرفت انها بتدي له immunization بتدي له promoting للprest feeding بتدي له gross monitoring برائب التطور والنمو بتاعه health education بتدي health education للمothers وكمان للفاميلي بس تقدم بعد كده بقى هيخش في اليونت التمنى الوحدة التمنى وطبعا دي من أهم الوحدات برضو ماشي وكل سؤال فيها مهم وكل سؤال فيها بييجي في الامتحين طيب هنتكلم الأول عن الزيارات المنزلية يعني اصلا زيارة منزلية يعني ايه home visit ماشي السؤال ده بييجي كل سنة في definition سؤال مهم جدا define لhome visit يعني ايه زيارة منزلية يعني اديهم اديهم health care اديهم رعاية صحية علشان ايه علشان احميهم من المرض وكمان اعزز لهم الصح يبدي process of providing من ان انا بزود المريض ب nursing care activity من انشطة الرعاية التمريضية قالك to the client ماشي للمريض يبدي process of providing nursing care activity to the client عملية بدي فيها المريض انشطة رعاية تمريضية where they live في المكان اللي هم عايشين فيه انا اللي رايح ليهم لحد عندهم to achieve the best level of wellness as possible علشان احقق اعلى مستوى من العفية قدر الامكان يبدي عملية انا بدي فيها المريض انشطة رعاية تمريضية في المكان اللي هو عايش فيه علشان خليه وصل لأعلى مستوى من الويلنس ايه هي الاهمية بتاعة الايه الهم فيزد دي اهمية الزيارة المنزلية بتعمل ايه بتعملي health promotion وكمان prevention of disease كمان اول حاجة بتعززلي الصحة بتحميني بتعملي وقاية من المرض early finding and referral بكتشف مبكر وكمان بحول انا رايحة دلوقت للناس اعمل لهم زيارة منزلية اول حاجة لو لقيت حد عنده مرض في ثانية بكتشفوا مبكرا وفي ثانية يعمل حاجة بروح المستشفى الفلانية تتعالج انتقعد ليه بقى مش عندهم خلاص يبقى عززلهم صحتهم بديهم health education عن الامراض عشان اعمل لهم prevention disease احميهم من الامراض restoration and rehabilitation اعمل لهم بقى استعادة للصحة لو حد عنده اعاقة اعملوا rehabilitation اعملوا اعادة تأهيل يعرف يتعامل مع الدنيا بعد كده promoting support system بدعم النظام الاسري and use health resources كمان اخليهم يستخدموا الموارد السطحية الموجودة في المجتمع طيب ده السؤال بروتوبي يجي complete ومهم 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 طيب بعد كده nursing nurses who applied home مين بقى اللي بيروحوا بقى للبيوت دول ومين اللي بيروحوا يعملوا الزيارات المنزلية دي اول حاجة طبعا nurse الممرضات اللي بيبوا في وحدات رعاية الأمومة والطفول اول حاجة school nurses الممرضات اللي بيبوا في المدارس nurses in the outpatient clinic أو outpatient nurses اللي بيبوا في العيادات الخارجية وكمان nurses who work for home health agencies النيرس اللي بيبوا بيشتغلوا في الوكالات الصحية النيرس في industrial sitting اللي بيبوا بيئات الصناعية زي المصانع كده يبقى دول كلهم بيبوا معرضين ان هم يروحوا يعملوا او مفروض يروحوا يعملوا دول الناس اللي بتروح تعمل زيارة منزلية للناس اللي تعبانة في بيتها او الناس اللي مش تعبانة ايا كان دي بتجي اخطر وتيجي اكمل ماشي طيب بعد كده target population need home visit مين بقى اللي محتاجين ان انا اروح اعمل ليهم زيارة منزلية هروح لمين اول حاجة الانتي نيتل care visits الام اللي قبل الولاد اللي هي الحامل اروح اديها زيارة منزلية ادي اول حاجة البوست نيتل بعد ما تولد اروح اعمل لها زيارة الكميناكيبل ديزيس الناس اللي عندها امراض معدية الرورال انديفيدوال الناس اللي عايشة في الارياف الكرونيك ديزيس اللي عندها امراض مزمنة الناس اللي عندها مشاكل عقلية ومشاكل نفسية الهنديكيبل الناس المعاقة كل دي ناس محتاجة ان انا اروح اعمل لها زيارة منزلية بعرفهم فيها عن الامراض اعملهم restoration للصحة بتاعتهم ااخد استعيد بقى الصحة اعمل prevention disease اعمل prevention ability طيب بعد كده ايه هي المميزات بتاعة الهوم visits ايه هي المميزات الزيارة المنزلية اول حاجة طبعا السؤال ده مهم بيجي اكمل وبيجي list مميزات الزيارة المنزلية الناس بتستفاد ايه او اهدفها مش اهدفها بقى بتعمل لي ايه الزيارة دي اول حاجة طبعا بيقولك ان الهوم كير دي cost التكاليف بتاعتها بتوبقى list than institutional care اكيد طبعا المريض ما بيدفعش اي حاجة انا اللي ريحوله حد عنده ويبقى لاش يبقى لهم كير بتوبقى ارخص من الايه institutional care اللي هي الرعاية اللي بتوبقى برا العيادات بقى اللي برا مستشفى خاصة كده يبقى دي ادي اول حاجة بتوبقى الكوستس بتاعتها list than institutional care ادي اول حاجة تاني حاجة family is treated as a unit العيلة بعالجهم مرة واحدة يعني عيلة كلها قاعدة قدامي وانا بديهم ايه تسقيف صحي او بعالجهم بعرفهم حاجة عن مرض فلاني بيبقى لهم قاعدين سمعيني مرة بقول الحاجة مرة واحدة مش بروح ايه لده ولده ولده لأ بيبقى لهم قاعدين ماذا سمعيني يبقى بعالج family as a unit كوحدة واحدة رقم ثلاثة بيبقى لهم قاعدين صحة العيلة بتاعته طيب رقم اربعة ان النيرس teach and support family النيرس بتعلم وكمان بتدعم العيلة رقم خمسة النيرس helps helps in resolve conflicts كمان النيرس بتساعد انها تحل المشاكل between family اللي بين العيلة كمان بتعملهم برموت positive communication كمان بتحافظ او بتعلمهم اهمية التواصل الفعال feeling confidence family الفاميلي بتحس مع الممرضة بالconfidence او بتخليهم يحسوا بثقة في نفسهم او ان هم واثقين فيها برضو family members feel free to ask questions family members اعضاء العيلة بيبقوا حاسين براحة كده هما بيسألوا الاسئلة للممرضة بنا قلت ان السؤال المميزات بتاعت الزيارة ده مهم طيب العيوب العيوب كان جاي اكمل في البنك ماشي بس همش عليه فوكس قوي اللي عليه التركيز قوي يعني هو المميزات طيب نقول العيوب عيوب الزيارة اول حيوة طبعا ان الكوست سيرفيز مي بي اه او مي نوت بي بروفايد مش قادرة اوفر تمن تكلفة العلاج ماشي المريد مش قادر يوفر او انا مش قادرة اوفر له تمن تكلفة العلاج يعني بكتبله علاج اكيد لازم هيجيبه برضو طيب المواقف الحالات الطريقة بتحط الممرضة في موقف ان هي مش عارفة تتصرف بيعمل لها بتخلي النيرس تبقى ايه تخلق تعمل لها الا توطر اكيد 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 معتقالات المريد اللي انا رايح اقديله زيارة ده اكيد هتقف حاجز مبيني ومبين واندي اقول له مثلا ان اعمل حاج اعمل كذا لا احنا ما عندناش الكلام ده لا احنا ما نعرفش الكلام ده لا احنا ما تربناش على كده مثلا يعني دي بتيجي صح وغلط بيقول ان الثقافة بتاعت المريض والعادات والتقاليد بتاعته المفاهيم بتاعته ممكن تقف كحاجز مبيني ومبينه او ما بينه وما بين الرعاية اللي انا عايز اقدم رقم اربعة المواصلات مش فيه مكانه ما فيهوش مواصلات ان انا اروح له اوصله ادي له الزيارة في بيته رقم خمسة ودي بتيجي في صح وغلط بتكرار برضو بيقول ان هي بتاخد وقت الزيارة بتاخد وقت ماشي قالك ان هي time consuming اكيد هتاخد وقت بعد كده مش بدي الخبرة للعيلة ماشي رقم سبعة ودي نقطة برضو بتيجي في صح وغلط بيقول لي ان المشاكل اللي بتوب بين العيلة او الحاجات اللي ممكن تحصل اللي ممكن تقطعني او كده ممكن تخلي التواصل ما بيني وما بينهم صعب او المشاكل اللي ممكن تحصل او المشاكل اللي هي بين العيلة اصلا بتخلي التواصل او ان هما ياخدوا المعلومات مني صعب طيب الفيس الفيس اوف الهوم بزيت وده سؤال مهم بيجي في اكمل بيجي في اختر بيقول لك الفيس اوف الهوم بزيت يعني مراحل الزيارة المنزلية يعني السؤال ده مهم بيجي كل سنة في كومبيت بيقول الفيس اوف اللي هوم فزيت اول حاجة طبعا مرحلة التحويل انا متحولة من مكان مكان حولني فبالتالي اروح اعمل المريض زيارة باول حاجة الريفرال فيس مرحلة التحويل المكان او المستشفى الفلانية حولتني انا اروح اعمل زيارة للمريض طيب خلاص ابلت انا الموضوع هعمل ايه هحضر نفسي للزيارة يبقى هعمل مرحلة الاعداد قبل الزيار بحضر نفسي علشان اروح اعمل للبيشنط ده اولا اول للشخص اللي انا رايح له ده زيارة طيب بعد ما حضرت بروح له بقى بقدم نفسي بقى يبقى دي introduction to the family او social face مرحلة ان انا بقدم نفسي انا فلانة الفلانية جاية من المركز الفلاني هعمل لك كذا 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 وخلاص ماشي ماشي قدمت نفسي بنفذ الزيارة او بنفذ الرعاية اللي انا رايح اقدمها للناس يبقى implementation او implementation face مرحلة التنفيذ طيب نفذت بقى في البقى يا الله يا جماعة شوفكو بخير مش عارف ايه وهكذا دي closing face مرحلة الامتهاء بقفل بقى المواضيع بقفل بقفل عشان اروح بعد جا دي commentation face بسجل بقى كل اللي حصل ماشي يبقى تاني اول حاجة مرحلة التحويل شخص اوجيها محولاني اروح للشخص الفلاني خلاص رايحة بعد نفسي البربراتوري او البربراشن طيب بعد ما عديت نفسي بروح اقدم نفسي introduction بعد ما بقدم نفسي بنفذ اللي انا رايحه عشانه implementation بعد ما بنفس بقفل بقى وبعد كده بسجل commentation مرحلة referral face مرحلة التحويل اول حاجة سؤال مهم جدا بيجي فيها صح وغلط المرحلة دي مهمة جدا 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 بتيجي في صح وغلط بتيجي في تعريف بتيجي في اكمل اول حاجة اول نقطة بيقول ان دي the first step عندك اول نقطة صح وغلط the first step in conducting the home visit techniques اول خطوة في اعداد الزيارة المنزلية او اول خطوة في الاعداد او اول خطوة في الخطوات بتاعت الزيارة المنزلية يبقى دي first step in conducting the home visit techniques وده عندك تعريف برضو اه definition جبا اتس the first step اول خطوة in conducting في عملية تنفيذ the home visit techniques techniques او اه زيارة المنزلية عموما رقم اتنين النقطة التانية بتيجي اكمل بيقول ان الريفرال may come from variety of sources او الريفرال sources ايه هي مراكز او مصادر التحويل اللي ممكن تحولني انا جاي اعمل حاجة من المستشفى الفلانائي ايه 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 المستشفى اول حاجة المراكز المستشفيات العمومية وكمان مراكز التأهيل ممكن تحول طمريد يروح للبيوت يعمل للناس قعادة التأهيل مراكز رعاية الأمومة والطفولة والهيلس أوفيس مكاتب الصحة دي الأماكن اللي هي الريفرال ريسورس ويجي لك كده في كومبيليت يقول لك ريفرال ريسورسس ستش آز أو إنكلود بتشمل ايه؟ هوسبيتال هيلس أجيناسيز بتشمل الريهابيليتيشن سينترز بتشمل الام سي اتش بتشمل كمان الهيلس أوفيسيز بعد كده هيكلمك عن الانترو دكتري فيس ودي بتيجي ده تعريف مهم برضو تعريف أول حاجة طبعا مرحلة أنا رايح هقدم نفسي state your name clearly قول اسمك بوضوح and explain the reason for the visit and the resource of refilling أول حاجة قول اسمك بوضوح اشرح سبب الزيارة تجاي ليه؟ طبعا نقول الجهة اللي محولاك طيب بعد كده هيكلمك عن الرول بقى دور الممرضة في العملية التمريضية دور الممرضة دور الممرضة في العملية التمريضية أول حاجة طبعا نها بتعمل assessment بتقيم بتعمل physical assessment بتقييم جسدي كمان بتعمل evaluation بتقيم ماشي؟ أول حاجة assessment بقيم و هنا بيجي برضو نقطة complete يجي لك سؤال complete يقول لك specific assessment include تقييم الخاص بيشمل الووتر سابلاي هقول له بقى أنا الووتر سابلاي الفود الوست ديسبوزل وكمان البرسنز الريدنتس الفيكتورز اف الديزيز الالييشن السانيتيشن والهيلس سيرفيز كل دي حاجات اللي يستفق assessment هي بتقيم كل حاجة بتقيم الايه بتقيم الووتر سابلاي المية اللي عندهم الفود الوست ديسبوزل النفايات اللي عندهم البرسنز اف الايه اردنتس ظهور ايه مثلا امراض او عنم اللي هي حيوانات او حشرات او كده البيكتورز اف الديزيز الحشرات اللي ممكن تنقلهم المرض السانيتيشن البيئة عندهم عاملة زي الهيلس سيرفيز عاملة زي بدي بتجيلي اكمل واكتب له اربع فيها اربع نقر طيب الفيزيكا الاساسمين تعرفت بعمل امبليمنتيشن اوف الكير بليه بنفس بقى الخطة اللي انا حطاها بزود وبعرف المريض بالمعلومات بدي المريض معلومات عن الهيلس ستيتوس بتاعته وعن حالته الصحية طيب مرحلة الإفاليويشن الإفاليويشن دي التقييم وده سؤال مهم جدا برضو بيجيلي تعريف سؤال مهم جدا جدا ما ايه هي عملية التقييم او الحاجة طبعا ان دي عملية بتخلي الممرضة بقى تتأكد بانه ان هي لكل العملية وده صح يبدي بروسس ماشي عملية عملية مستمر دايما بتقيم بتقيم على طوق عملية مستمر تسمح للممرضة بتتحدد للممرضة او بتسمح للممرضة ان هي تحدد نجاح الخطط ماذا نجاح الاهداف اللي هي مستنياها بعد كده بتخلي بتخلي النيرس وكمان الكلين discuss what is working وال ايه اللي احنا عملناه صحي عمل حاج وكمان لو محتاجين اي تعديلات في الخط يبقى الـ evaluation دي عملية بتوبة دايما مستمرة بتخليني اشوف ادي ايه انا وصلت للاعلى مستوى من نجاح الخطة بتاعتي اشوف لو فيه اي تعديلات في الخطة انا محتاج اعملها بشوف العمل الوركنج ويل بشوف ان انا عملته كويس ولا لا اسوال ده مهم جدا وبييجي في تعريف دي فناش بعد كده بقى هيكلمك عن اليون التن اللي هي الوحدة العشرة ودي هيكلمك فيها عن المدرسة والخدمات الصحة المدرسية اول حاجة يعني ايه مدرسة اصلا يعني اسكول قالك ان اسكول دي بيبه مكان رسمي انا بعمله ماشي علشان ادي للطلاب معلومات ومهارات يعرفوا يستخدموها في حياتهم اللي جاي ماشي يببه دي فورمال انستيوجن دي بيبه مكان رسمي دي صمم لي لنقل المعلومات والمهارات للأطفال عشان يبقوا اعضاء منتجين في المجتمع يبقى دي مكان رسمي انا بعمله او انا عملته علشان انقل فيه المعلومات والمهارات للاطفال عشان يبقوا اعضاء منتجين بعد كده في المجتمع طيب الهيلث الهيلث فول سكول انفيرومنت عايش لتلات تعليفات دول مهمين جدا 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 برضو الهيلث فول سكول انفيرومنت ايه هي البيئة المدرسية الصحية قال لك ان دي سيف انفيرومنت بيئة امنة عشان احمي الطلاب من الانجري اجينس الانجري اند الديزيس من الاصابة وكمان من الامراض اند بروموت الاكتيفتي وبعزز العنشطة بتاعتهم ماشي اه وكمان اجينس ريسك فاكتورز ضد عوامل خطر يبقى كمان دي بيئة امنة ايه هي البيئة المدرسية الصحية دي بتب بيئة امنة علشان احمي الطلاب من الامراض والاصابات وعزز لهم الانشطة اللي بتحميني من الاخطار اللي ممكن تسبب امراض او اعاقة في المستقبل طيب الاسكول نيرسينج وده التمريد المدرسي التمريد الموجود في كل مدرسة ده بيبا مجال متخصص من التمريد الماهر دي بيبا مجال متخصص من التمريد ماشي مبنية على على نجاح اكاديمي وكمان تحسين ايجابي ل استجابة الطلاب عشان احافظ على بيئة صحية امن يبا تاني ده بيبا مجال متخصص جدا من التمريد الماهر التمريد الممتاز مبنية على مبنية على النجاح الاكاديمي ان انا اعمل احسن استجابة الطلاب الايجابية وكمان اعمل لهم طيب مفروض الجدول ده مش محتاجة في حاجة بس ساعات بيجيب لي بس لو بيجي بيجي صح وغلط واختر مش عطو خالص طيب نفهمه الاول بيقول خصائص الاطفال في سن المدرس اول حيو طبعا في عندي دي مرحلة الابتدائي عندي في اعدادي وعندي كمان اللي هما استنوي اول حيو طبعا الاطفال اللي في ابتدائي الاطفال اللي في ابتدائي الخصائص الجسدية عندهم عاملة ازاي اول حيو طبعا بيبقوا عندهم smooth and strong motor skills بيبقوا مهاراتهم بيبقوا ضعيفة جدا حاجات بسيطة يعني الارمز والليكز بيبقوا co-ordination بيبقوا متنسقين بيبقوا في increase في ability to use fingers and hands for craft بيبقوا قادرين انهم يستخدم الصوابع بتاعتهم دي في الابتدائي طب في الاعدادي الاعدادي الادلت بيبقوا height بيزيد بقى الطول بيزيد وكمان grow taller الشباب بيكبروا enjoy team sports combination بيقول انهم بينضموا بقى الفريق وحاجات من دي بيبقوا فيه بينهم روح منافسة طب اللي بيبقوا في السنوي اللي في السنوي بيقول ان gross gross of hair and gross voice change في الboys بقى الboys بقى صوتهم بيدخن ماشي بينمو الشعر بيزيد الvoice بيبقى register بيدخن ماشي الbegains بقى المنسترويشن في الgirls تبدأ بقى المنسترويشن عند الايه الgirls طيب بعد كده social حالة اجتماعية عندهم عاملة ازاي الاطفال use strategy for problem solving عندهم استراتيجية معينة كده ان هما ايه يحلوا مشاكل بنفسهم able to pay attention بيحاولوا ان هما يجذبوا الانتباه ماشي طيب اللي في اعداد information and choices available بييبوا بيقول المعلومات والخيارات المتاحة اللي قدامهم تعمل لهم ارتباك بعد كده اللي في سنوي بيبوا قادرين ياخدوا القرار able to make الانتباه طيب حاجات وكمان بيعرفوا ياخدوا قرار نسبيا بعد كده اللي في سنوي بيبوا ايه independence بيبوا عايز نوايا بيحس انه معتمد على نفسه maintain adult approval بيبوا 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 برده بينه وبين اهل بيقول ايه الامراض اللي بتقابل الطفل في مرحلة الطفولة والحاجة كل دي حاجات ايه بتقابل الطفل طبعا عنده بارد بيجيله بارد يعني بيجيله بارسايت بيجيله بيجيله الاستهال الهنديكيب هيرنديكيب امراض الاعقاب ببوا في اطفال عندها امراض الاعقاب زي في الفيجول زي في الهيرنج زي في الهارتي دي بتقابل صح وغلط عندك الديفيشانسي بقى دي بتيجيب صح وغلط سعب ويبتيجب اكمل تعيب الديفيشانسي ديزيز يعني امراض نقص الفيتامينات اول حاجة بيقولك لو عنده نقص بيجي عنده نقص بروتين بيسبب له يبقى البروتين دي فيشانسي بيؤدي الى لو عنده نقص في البروتين يبقى النمو بتاعه هيقل. طيب لو عنده نقص في الإيرون الحديد هيبقى هيجيله أنامية طيب لو عنده نقص في فيتاميندال والكاليسيوم هيجيله دينتال كريزيس سنينه هتتكسر طيب يعني ايه استجلات المدرسية وده سؤال يقول لك يجيب لي سؤال ودي بعنوانين بس اللي هو عنوين هقوله وكمان ملاحظة المدرس عندي بقى تعريف مهم جدا 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 وهو وده برنامج الصحة المدرسية بيقول لك ان دي بطب استراتيجيات وكمان انشطة وسيرفيس ماشي بطب استراتيجيات وانشطة بطب مرتبطة بالمدرسة اتعملت علشان تعملي اتعملت عشان تطورلي او تحافظلي على تطور الطلاب من ناحية الجسدية والعاطفية وكمان الاجتماعية ده سؤال مهم جدا 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 بيخلاش منه امتحان برضو ماشي اللي هو برنامج الصحة المدرسية لك البرنامج بتاع الصحة المدرسية ده دي شوية انشطة انا بعملها كده علشان اعمل ايه علشان احافظ على الطلاب وكمان اعزز النمو والتطور بتاعه عندك سؤال بيجي اكمل ويجيب لك نقط ونقط اول حاجة طبعا ورقم اتنين تاني كل دي دي الكمبونت توكمبونت للايه طيب عندي برضو سؤال تاني اكمل يقول لي الهيلس فول سكول انفارامنت انكلود اللي هي البيئة الامنة المدرسية انكلود فيزيكال انفارامنت ونون فيزيك بس كده طيب السكول هيلس سيرفيس اول حاج بريفينتف اكتيفتي ويكوريتف اكتيفتي دي اسئلة اكمل طيب بعد كده انا عايزة ايه بقى انا عايز ده صفحة اكتنين وتسعين بيقولك زي سكول ميلز شوت بي الوجبة المدرسية لازم تبقى الوجبة اللي انا بوفرها للطلوب لازم تبقى نيوترشنز مغزية اند اديكوت كافية ما تباش قليلة تكافي الطالب يبقى مغزية وتكافي الطالب رقم اتنين كوكد اندر الهيجين او هيجيني كونديجن اتعملت تحت تعقيم اكيد يعني رقم 3 متوفرة ومتاحة لكل الاطفال ماشي ممكن يجيلي هنا سؤال صح وغلط ممكن يجيلي هنا سؤال ممكن يجيلي سؤال ماشي اختر او ممكن اكمل ممكن اكمل ماشي بس ممكن ايه ممكن اختر اكتر يعني طيب بعد كده بيقول لي ال بريفنشن اند الكنترول اف الكومينيكيب والديزيز زي بقى امنع واتحكم في الامراض المعادية بيقول لي اجراءات الوقاية ده سؤال ممكن يجيلي شورتة ممكن بس الاغلب انه بيجي في صح وغلط بس وكمان ممكن اكمل في الفترات العزلة طيب اول حاجة اجراءات الوقاية اعمل وقاية ازاي من مرض معدي اول حاجة طبعا بوفر بيئة صحية اول حاجة تاني حاجة بدي الطلبة دي طعامات اميونزيشن تالت حاجة اروح ابص عليهم كل يوم اللاحظهم كل يوم التعبان فيه اعزلوا فيهم اعزلوا رقم خمس اعمل لهم تحليل على طول رقم ستة care of contacts اشوف الناس اللي بتتصل ببعض الاطفال المعدية اللي ممكن تعديلي زميلهم رقم سبع care of absence اشوف المصدر مين اللي جاب العدوى للطلاب دي بعد كده screening اعمل لهم مسح examination and treatment اعمل لهم فحص وعلاجهم health education اعمل لهم health education او تسقف صحي طيب اول حاجة السؤال بقى المهم برضو اللي هي immunization التطعيمات دي بتيجي صح وغلط اول حاجة طبعا عندي البوسترز دوس بديهم تطعيم الديفتيريا بديهم الام بديهم تطعيم المينجويت اي سي اعفكرا دي كلها بس صح وغلط طيب أول حاجة تطعيم الدفتيريا بديهولهم بناخته في سنة تانية وفي سنة رابعة ابتدائي طيب تطعيم البي سي جي بديهولهم في سنة أولى وسنة خمس يبقى تاني أول حاجة تطعيم الدي تي بديه في تانية ورابعة تطعيم البي سي جي بديه في ايه أولى وخمسة طيب تطعيم الاسي بديه في أول سنة سنة الأولى من الابتدائي والإعدادي والسنو بديه لهم في أول سنة ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا سنو طيب تطعيم شلل الأطفال ما قالكش بقى بتاخدوا قيمت قالك بديهم بس اللي هالإيه بولي ميليتس ده تطعيم شلل الأطفال طيب فترة العزل اللي بقى يا عم الحاج أول حاجة عندي أول حاجة عندي فترات العزل نمشي بقى بالترتيب كده هعزل 7 تيام هعزل 10 تيام هعزل 14 يوم هعزل 18 هعزل 21 دي بتيجي ساعات في أكمل مهمة جدا وبتيجي في صحوها جاي سؤال إختر في الهيباطيتس ده يبقى قول 21 يوم طيب أول حاجة هعزل 7 تيام في مين هعزل في الحزبة الألماني اللي هي الجي أو الجيرمن ماسلس 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 دي اللي هي لإيه الحزبة الألماني هعزل 10 تيام في السكيرلت فيفر الحمى القرموزية هعزل 14 يوم في 3 حاجات الماسلس ماشي اللي هي الحزبة للشيكين بوكس اللي هي لإيه الجودري ماشي هعزل مامبس في المامبس اللي هي الحمى النكاف أو النكاف يبقى هعزل 7 تيام في الجيرمن أو الجي ماسلس دي أول حاجة هعزل 10 في إيه في السكيرلت فيفر هعزل 14 في 3 حاجات في الماسلس والشيكين بوكس والمامبس طيب هعزل 18 في إيه في الووبينج كاف هعزل 21 في الهيباطايتس بعد كده عندي في صفحة 95 تعريف مهم جدا 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 وهو الهندي كيبت أو الهندي كيبت وده تعريف بيه في الامتحانات مهم يعني طفل معاق قال لك أن ده بيبقى شخص أو طفل بيعاني من إيه عاقة مستمرة في الباضي أو الانتلاكت أو البرسوناليتي في جسمه أو في عقله أو في شخصيته بتتعارض مع النمو الطبيعي أو كمان قدرته على التعلم يبقى تاني قال لك الهندي كيف ده ده بيبقى طفل دايما بيعاني من إعاقة مستمرة يأما في جسمه يأما في عقله يأما في شخصيته عنده إعاقة ودي طبعا بتتعارض مع النمو الطبيعي بتاع الأطفال النمو الطبيعي بتاعه مع التطور وكمان مع قدرته على التعلم مش قادر طيب دور الممرضة معاقي تعمل إيه أول حاجة طبعا أنها تعمل بيقولك أنها كونتاكت وز طبعا السؤال ده برضو بيجي ليس تسعات مهم أول حاجة تعمل معي إيه أول حاجة طبعا كونتاكت وز أفضل مستوى من الرعاية أدي أول حاجة تاني حاجة أرلي دياجنوزس ماشي بتشخص بدري بريفينت الديفلومنت أوف البرايمري هنديكيب كمان بتعمله تريتمنت بتمنع طبعا التطور الأعاقة دي وكمان بتعمله تريتمنت بتعالجه رقم تلاتة بي فوكس بتوبة مركزة وورك وز الأزر ميمبرز توبة مركزة إن هي تشتغل مع تنظم ماشي وتوبة بي فريلي أفويا ولتوبة متاحة دايما توزة بيرانت للوالدين على التليفون توبة متاحة رقم خمسة تتابع بقى مع الطفل المعاقدة وين هي ريسيفد هز اديوكيش وهو بيتابع أو بياخد التعلم بتاعه طيب السؤال المهم بقى الأهم الأهم اللي هو الرول بتاع النيرس في السكول سيرفيس عموما ده اللي هي دور الممرضة في الدرس كله ده ساعة بيجي لي لس بساعة بيجي لي في صح وغلط أول حاجة طبعا نهاية تعمل health supervision تاني حاجة health counseling بعد كده health education يبقى تلاتهم أول حاجة طبعا health supervision بتديهم بتزودهم بالصحة health education بتاديهم تسكيف صحي health counseling برضو مشهورة صحية أول حاجة طبعا health supervision the activity دي بتبقى أنشطة ماشي of health assessment من تقييم الصحة للvision زي vision hearing screening كل دي أنشطة بعملها بقيم بها الصحة health counseling المشهورة اللي أنا بديها بديهم قالك نها providing health information بديهم معلومات ونصح students وكاونسلين مشهورة عن health behavior عن أنظمة الحياة الصحية المفروض يتبعوها رقم 3 health education التسكيف الصحي بخطة بعمل planning promoting بحافظ وكمان بنفس implementing لتعليمات الصحة كمان بعمل providing cancellation service بديهم خدمات مشهورة أو بديهم برضو مشهورة زي موضوع التسكيف الصحي ده يبقى تاني دور الممرضة في موضوع أنظمة المدرسة أو اللي هي أنظمة الصحية تحت المدرسة أو الحاجة طبعا أنها بتوفر للطلاب أو بتوفر للطلاب بتديهم supervision بتزودهم بالصحة ودي أنشطة ماشي بتعرفهم فيها بتعرفهم فيها عن كل حاجة بتعليقها بالصحة بتديهم معلومات عن الأنشطة أو السلوك المفروض يتتبعوه عشان يبقوا أشخاص أصحاء الهلسة ديوكش هم بتديهم طبعا تسكيف صحي إن هم يحافظوا زي على صحتهم وبس كده طبعا مادة التمرير الصحي المجتمع تعتمد على الفهم من أكتر وكذلك برضو الحفظ بس أفهم حل البنك البنك ما هو إلا تطبيق على الكتاب اللي إحنا مش محتاجينه ومش قلناه إحنا قلنا بس الحاجات اللي بتيجي في البنك بالضبط يعني كل سؤال اللي أنا قلت موجود في البنك نفهم الكتاب الأول بيتكلم عن إيه ونحفظ الدنيا عامنا إزاي بعد كده نحل البنك المطبق على اللي إحنا عملناه وبإذن الله ربنا معاكم وبالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم دلوقتي هنتكلم عن مادة تمرير صحة المجتمع هنعرف إيه المهم فيها والأسئلة فيها بتيجي إزاي وهنبدأ بأول يونت ودي بيكلمنا فيها عن الأساسيات بقى صحة المجتمع التعريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا